موسيقى 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 تم صلاح ابو اسماعيل داعية اسلامي ورجل قانون له دراسات دستورية وقانونية مستفيضة كما ان له دراسات في ثلاثة علوم هي التربية والادارة والاقتصاد على مدار خمس وعشرين سنة فضلا عن العلوم الشرعية هو عض في مجلس نقابة المحامين ومحام بالنقض له مرافعات في قضايا شهيرة منها المحاكمات العسكرية للاخوان المسلمين حازم صلاح ابو اسماعيل من مواليد عام 1961 في قرية بهرمس بن بابة هو نجل الشيخ صلاح ابو اسماعيل احد علماء الازهر الشريف والداعية الاسلامي واحد اعلام جماعة الاخوان المسلمين تولى الادارة لحملة انتخابات مجلس الشعب في دائرة والده عامي 1984 و 1987 والخطابة في مؤتمراتها الانتخابية كما اشترك في ادارة المعركة الانتخابية لانتخابات اخرى سنة 2000 وبسبب نشاطه العام فقد وقع عليه الاختيار ليكون مرشح الاخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 في دائرة الدقي وكانت منافسته الرئيسية الوزير امال عثمان وقد اعلنت النتائج بفوز حازم ابو اسماعيل لكن تمخضت النتائج الرسمية عن اعلان فوز امال عثمان وقد اتهم الاخوان الحكومة بوجود تلاعب في النتائج وهو الامر ذاته الذي كان في انتخابات عام 1995 وحصل في كل منهما على حكم قضائي متميز رصد صورة التزوير اعنذاك وقضي في كلتا المرتين باثبات نجاحه باغلبية كبيرة جدا من الاصوات فكان انقرر مقاطعة انتخابات 2010 عقب قيام ثورة يناير اعلن حازم ابو اسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وتحديدا في الرابع والعشرين من مايو 2011 وبسبب بعض ارائه تعرض للهجوم الشديد حيث قال انه لن يمنع السياحة في مصر فهي مصدر اساسي للدخل وفي حالة فوزه بالرئاسة سيقوم باصدار القوانين التي تحضر عليهم بعض السلوكيات في المرافق العامة وسيتم تقديم المخالفين للمساءلة وفي الاقتصاد اكد ابو اسماعيل وجوب تعديل بعض القوانين المنظمة لعمل البنوك المعتمدة على الربا فهي محاربة لشرع الله وعن موقفه من فرض الحجاب قال ابو اسماعيل انه ينتوي تقديم طلبات للجهات التشريعية لاصدار قوانين تضع حدا لازياء النساء الفاضحة والمثيرة خارج منازلهم يقدم الشيخ حازم بوصفه داعية برامج عدة على الفضائيات الاسلامية كما ان له درسا اسبوعيا في مسجد اسد ابن الفراد بالضقي يواضب عليه حتى بعد ان اعلن خوضه انتخابات الرئاسة ورغم انشغاله بحملته الدعائية هذا هو ضيف الليلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمرشح الاول الذي قبل ان يكون هناك حوارا مختلف مختلفا عن كل الحوارات التي تجرى ما بين مذيع وما بين مرشح للرئاسة وقلت علشان فضلته ما كانش لسه وصل ان البعض خاف من هذه المواجهة اهلا وسهلا اشكرك واهلا وسهلا منورنا وده اجمل اجمل انماط احبها للبرامج انه يبقى فيه حوار وخصوصا مع اصحاب الاراء الاخرى لانه الحقيقة ده جميل فاشكرك على الفرصة الممتازة انت منورنا الله يبارك وليه البعض خاف ليه البعض خاف من فكرة ان اللي بيحبوا الشيخ صلاح ابو اسمعين بيحبوه قوي فما بيقالوش اي اختلاف معاه فبيهاجموه بشراسة لازم كان نوين يبقوا وحشين لا خالص طب خلاص نوين يتروح افكارهم وقراءهم ما كانش حد هيلمسهم ما كانش حد هيزعلهم انما هما لو كانوا نوين يبقوا يعني مش مش على مستوى الحوار يبقوا يخافوا عايزين يقولوا كلام عنيف شوية ولا حاجة لا ليقول كلام كلام محترم انما طول العمر الحقيقة مسألة المناظرات مسألة المطارحات مسألة المواجهات بين فكرة وفكرة يعني بالعكس ده طول العمر كده حتى مع اصحاب وكان منهم ناس كتير من 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 اصحاب الفكر الليبرالي واليساري وغيره والحقيقة في اماكن كتير وناس لا يزالوا رؤساء احزاب حتى الان وغيره فانا اسعد جدا بالنمط ده الحقيقة طيب قبل ما ادخل انا عندي نموذج في مجموعة من الاسئلة بس قبل ما ادخلها دار بيننا حوار قبل الحلقة على طول شفت فيه ملمح ديكتاتور فكرة الدكتاتور العادل هل ترى ان مصر في هذه المرحلة محتاجة ديكتاتور عادل لا لا مطلقا الدكتاتور لابد ان نعتبر ان احنا في حالة عداء مع هذه الفكرة كاساس لان الدكتاتور العادل هو الوحد ومعه الاعلام ما فيش حد تاني معه اعلام هو اللي معه فلوس الدولة محدش تاني معه فلوس هو اللي معه جهات الامن محدش تاني معه قوة هو اللي معه كل القوة والبقية ما لهمش حاجة فالدكتاتور فكرة اذا لم نسقطها من حسابتنا تماما يبقى نوين نرجع شوية شوية اللي كنا فيه نعم طيب بيانات اولية عايزين نعرف اسم محارتك بالكامل تاريخ الميلاد المحافظة والبلد محل الاقامة الحالة الاجتماعية المؤهلات الدراسية والعلمية الحالة الصحية لرئيس مصر اه انا اقول بقى كل ده مرة واحدة اتفضل انا اسمي المشتهر بي حازم صلاح ابو اسماعيل نعم اه اسمي الرسمي محمد حازم صلاح ابو اسماعيل انا ولد في حي الدقي اه يعني في المنطقة اللي هي مجورة لنادي الصيد حاليا اه واعيش فيه ولم اخرج منه ابدا اه كاقامة لم اعش برا مصر ابدا وانما انا مقيم في مصر اسافر فقط الاسفار الكتيرة الروحة ولكن مقيم في مصر دائما اه متزوج من سيدة فاضلة وشريك ثقافي اصيل في يومي وعندي ثلاثة من الابناء واعمل منذ تخرجت من الجامعة او في الجامعة لانه ده اللوز الاذق لغويا رجل قانون صاحب مكتب محمى في منطقة وسط القاهرة اه فيه اقسام ثم اضيف اليه مكان اخر لمجرد الاتساع الجغرافي يعني لانه كان مع الوقت احتاجنا فمش مكتب اخر لكن اتساع فانا امارس المحاماة منذ التخرج حتى الان في المجالات المتعددة وخصوصا المجالات المالية والمدنية والتجارية وما الى ذلك اقدر ربنا انه مع الوقت بقت فيه قضايا سياسية امام المحاكم وكان اللي بيترافع فيها نفسهم دخلوا السجون نعم فاضطرين ان احنا فعلا نترافع في عدة قضايا سياسية اه كبيرة قضايا جنائية لها بعد سياسي وده توصيف الاذق طبعا اه امام محاكم مدنية ومحاكم عسكرية المحاكم المدنية منها محاكم امن دولة ومنها محاكم جنائية وما الى ذلك اه وهذا انا والحمد لله اما من ناحية الصحية فالحمد لله يعني اسأل الله اني اكون بفضل الله على ما يرم الحمد لله ليس لدى مرشح رئاسة الجمهورية اي امراض الحمد لله او اعراض او تعالج من شيء هو انا مفيش بس انا عايز اقول لحضرك ان السؤال ده انا ما حبش انه يسأل لحد بعدي لو سمحت حاضر لانه انا باعتقده سؤال يعني انا اجابته هوت خلاص الحمد لله لا يوجد بفضل الله عز وجل ايه الحساسية اللي فينا اعرف لا غير لائق لا 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 يسأل واحد تعالى انت عندك امراض ايه وخصوصا لو كان سنه مثلا يعني لانه اصل السن ايضا او الشيخوها قد يكون لها بطبيعة الحال بعض الحاجات لا الحقيقة وده بيفرض علي انا كمنتخب انه لما اعرف ان هذا الرجل مع كل الاحترام له لديها امراض قد تعوقه عن عمله ده شغل لجنة طبية تعطيله شهادة لياقة صحية ممكن ممكن القانون يقول كده نعم على فكرة انا بقول ده وانا مش محتاج لا انا بسأل حضرتك انا كمان بالعكس الحمد للب اولا انا مرشح ده ما الله عليك الصحة في السن العالمي يعني رؤساء امريكا واوروبا كلهم في نفسه حضرتك موليد واحد يعني عندي خمسين سنة وبالتالي بقية المرشحين قد يكونوا يعني في فانا اعتبر بجاوب من منطلق السن المثالي العالمي تنتخب رئيس مختبقاش حريس انه يبقى رئيس عافي وقوي وسليم شوف يا اخي الكريم انا ما تورطنيش بس انا عايز اقولك حاجة انا جاوبك برضو يعني بس انا عايز اقولك يعني قد يكون فيه اشياء اقوى اهم من كده يعني مثلا الاخلاص المحسوم الامن ان انا بقى كمواطن مصري انا بتفرج على التلفزيون حاسس ان الراجل ده تابعي طالع من عندي انا فعلا وانا اللي منتخب ومنتمي اليه ومش منتمي لحد تاني ما عندوش علاقات اخرى افرض بقى انه عنده شوية انفلونزة ولا عنده حاجة مشكلة بياخد يعني دي اقل انما لا شك انه لو هتكلمني بقى في السن واللي عنده سبعين وتمانين واللي زي برضو كنت من ايام في لقاء كريم وجميل فسألني اخونا اللي بيقدم البرنامج قال لي طيب واللي هيبدأ الانتخابات هو سنه مش عارف خمسة وسبعين هنتهي تمانين هلفة تمانين ده مش موضوعي اصلا ما يصحش هل اتكلم فيه تعالى قالي نعم على كل حال يعني اذا وجد بقى الانسان اللي مأمون انا خايف اتفرج عليه في التلفزيون بعد كده هل هي قاعد مع رئيس وزراء اسرائيل ولا رئيس امريكا وانا هاعد معهم برضو لو بقيت رئيس بس هبقاعد الآن اقول اهلا دي النقطة الخطيرة نعم انك لازم يكون واحد انا مطمئن له امن له عارف انه تابعي عارف اننا اللي مطلعه وموصله مش القوى العالمية ولا الترتيبات الداخلية ولا اللي في السجون يعني دي نقاط مهمة نعم السيدة الفاضلة زوجة حضرتك بتعمل؟ لا لا السيدة الفاضلة ربنا اكلم هي بتعمل عمل تطوعي ثقافي نعم يعني في اعمال تطوعية ثقافية مش اجتماعية يعني هي بتقرأ وتدرس وتتكلم وكده انما هي ليست لا تعمل منتقبة ام محجمة ومنتقبة نعم منتقبة نعم وعند حضرتك ابناء متزوجين؟ لا والله لسه صغيرين ولطاف وجمال جدا وعايز اجيبهم معايا المرة الجاية المرة الجاية لازم طيب السؤال التاني اخر من مناصب حضرتك توليتها هو طبعا انا كان عندي مبدأ وهو عدم تولي مناصب يعني ده مبدأ منذ كنت في المرحلة الثانوية ان انا ما اشتغلش في الحكومة ما توليش مناصب نعم وفعلا كان عندي فكرة ان مفيش مانع اكون نائب برلماني نائب عن الناس نبض الناس لان انا انا عايش في وسط الناس من كذا زاوية مثلا الاصلاح في المجالس العرفية التواجد في المساجد وحل المشكلات الناس الاعمال الاجتماعية المشروعات الخيرية ما الى ذلك قررت ما اعملش مطلقا لا في القضاء ولا في النيابة ولا في اي جهة حكومية كائنة ما كانت وان انا اعمل عمل حر كان السبب ايه انه مصر وهي عايشة في الحياة الدكتاتورية انا اخاف ان انا اتأثر بهذه الدكتاتورية ان انا بقى واخد بالي من مديري ومن رئيسي ويقول لي ممنوع كذا واحنا علينا تعليمات عايز يعني اجسد معنى الحرية فالحقيقة تخرجت وبرغم ان انا كنت من الاوائل في الكلية واستطيع ان انا ادخل وحكاية الوسطة متوفرة وحكاية الحاجات دي انما في الحقيقة كان قرار واضح وهو العمل بعمل علمي دراسي بحفي اكتسب منه واخترت طبعا المحامة انما مع تطورات الايام حصل ضغط علي في وقت من الاوقات وتوليت مكان في نقابة المحامين كنت عضو في مجلس نقابة المحامين وكنت ارأس لجنة الفكر القانوني والوقت ده هو يمكن الذي ابرز القدرات الادارية ليا لان انا توليت في وقت كانت ميزانية نقابة المحامين اسيرة ممنوعة كاية الحكومة بطريقة او باخرى فيش داعي للتفاصيل ما كانش ممكن نستخدم ولا ملي من ميزانية النقاب ومع ذلك تمكنت في فترة بسيطة جدا قد لا تعدو مثلا سنة ونص اني بفضل الله انه تحدث في نقابة المحامين ست مشروعات لم تحدث مطلقا في تاريخ نقابة المحامين منذ انشئت في سنة 1912 الى ان اصبحت عضوا في مجرس النقابة وبدون مليم واحد من ميزانية النقابة وهذه المشروعات مشروعات يعني الحقيقة انا احمد الله سبحانه وتعالى اني تمكنت من من القيام بها ومن ادارتها في هذا الوقت القصير بحيث انه اصبحت السنة او سنة ونص دول بالنسبة لي شيء لما حب ابروزه الاقيه بلورة رائعة لانا لنفسي على الاقل لان انا اقول انه قد ويمكن ده لانه كان عندي خبرة في ادارة مشروعات خيرية من ساعة ما كان سني 18-19 سنة باستمرار فيمكن جاء الوقت لهذا في التوقيت ده فيما عدا ذلك لم انا واباما كده زي بعض يعني انا واباما هلو تعتبر اماما نموذج مطلقا او طريق ممكن تصير فيك مرشح مطلقا بس انا عجبني انه هو كان راجل محامي وعنده مكتب محاما ورشح نفسه في مجلس الشعب بس كان عنده تاريخ سياسي مفيش اه اه اول لي ايه هو مفيش ازاي اول لي ايه هو ما عندوش تاريخ سياسي هو الراجل دخل ده كان في الحزب تكادر في الحزب واما اوكي وانا كمان ما هي اصلا التفاعل السياسي ده لم ينقطع عنه نعم يعني بما فيه مواجهة بعض رؤساء الجمهوريات بما فيه اه اه مؤتمرات بما فيه اه اشياء كثيرة من الوقفات والكتابات والنضال وغيره ده لم يتوقف ابدا والتفاعل داخل احزاب والمشاركة في وضع برامج لاحزاب برامج لاحزاب كبيرة ولا واقح لاحزاب كبيرة جدا ما فيه نموذك تاني اقرب من اوباما شفته فيه فيه كارتر كارتر رئيس امريكي برضو انا بدرب اصلي ليه بقى انت روحت امريكا كتير يا شيخ صلاح وخضرت الانتخابات كتير بس انا عايز اقول لحضرتك ان لما يوصل درجة الانهيار الداخلي ان احنا شايفين النمازج دي نبقى زيها يا ما ننفعش فانا احب اقول للناس كده ان كارتر كان مزارعا للفول السوداني نا كان صاحب مزارع فول سوداني لا اصبح عضو كونجرس ولا حاكم ولاية ولا اي حاجة وريجان كان وريجان وريجان لما تولى رئاسة اولاية كاليفورنيا كحاكم ودي ولاية ميزانيتها اكبر من ميزانية مصر ومساحتها زي مساحت مصر ونغنغتها اشد من نغنغت مصر ومع ذلك تولى وهو طالع من بلاتهات السينما فلما تحط ريجان وكارتر وتعرف ان الرئيس ايه الرئيس مش ترقي واحد كان مدير عام وقعين بقى وكيل وزارة ووزير لا رؤية ثقافة فهد انا عارف كويس اوي اخد الناس منين اوصلهم فين والطريق وانا ماشي هيعد ليه لان انا قاعد تلاتين سنة داخل دولاب الدولة وزارة وزارة الصحة وزارة التموين وزارة التعليم وزارة كل البنوك البرصة الخارجية الداخلية التراخيص المباني الاحياء المحافظات النيابة القضاء البوليس وبالتالي الرؤية الثقافة لذلك اوباما لما دخل الانتخابات دخلها ضد مكين قالوا مين الولد ده اللي هو ملون واسود اللي بينافس رمز وطني اللي هو مكين اللي هو يعني ما فيش منه هنا قائد عسكري دخل في فيتنام ودخل في كذا ومع ذلك الرؤية النظرة الحلم القدرة على اقناع الناس انه فاهم هيعمل ايه في البلد لا شك هو وكارتر وريجان وغيرهم وفيه غيرهم بس انا مش فكرة اسمائهم لانهم قدام شوية قبل ما نتولد طيب لو حارتك بتقول للشعب المصري انا مرشحكم وعندي انجازات لو حارتك بتعدي خمس انجازات نعدهم ايه اولا اعتذر للشعب المصري اعتذارا بالغا لانه ضد طبيعتي ضد اخلاقي اني اتكلم عن نفسي يعني احسان معلش بان احنا مضطرين طبعا بالزبط فاول حاجة لازم يعرفوها ان انا لما بجاوب عن سؤال ذا ده بكون مضطر نعم وليس عندي سبيل اخر فلما حب اعد خمس انجازات هحاول اختصر خمسة ده انا عندي كتير لكن ليه بعض يعني فاولا اقول ان انا الشخص اللي بدأ حياته السياسية من حيث ادراك سياسات الدولة بتفاصيلها بدري جدا ابكر شخص في المرشحين قطعا يعني لانه الحياة السياسية بدأت عندي في سن 14 سنة في بيت والدي عندما كان يأتينا رؤساء الاحزاب العلامات البالغ والبرلمانيين الكبار في تاريخ مصر ده اعتبر ده انجاز ولا خبرة يا فضلت الشيء ده نبتت ده مش انجاز ده نبت نبت ايه اه انت عايز انجازات تعملت نا اه اه خلاص انا بس اكمل بقى الجملة دي ده نبت الوعي السياسي نا انت ما تسمع النهاردة فؤاد صراجدين وبكرة محمود القاضي وبعده ممتاز نصار وبعده خالد محيدين وبعده وتشعر بانه اليمين واليسار وغيره فتبتدي الصورة تتبلور تبني عليها بقى وانت بتقرأ بعد كده كل تاريخك تلاتية اربعين سنة بعدها بتقرأ على عمق شفت بينقشوا معاهدة دولية ازاي بينقشوا ميزانية السنوية للدولة ازاي بينقشوا قانون ازاي بينقشوا فانما كانجازات نقابة المحامين دي واحد حضرتك كلمت فيه انت مش عايز تفاصيلها لا خلاص كلمت بك انا عايز بس النقاط بهذه التفاصيل ومتمنى مقدمة مؤلف سنهوري باشا دي مكتوب فيها التفاصيل بتاعة هذه الانجازات اللي هو القانون المدني اللي اصدرته نقابة المحامين الامر الثاني الحقيقة هو المشروعات الخيرية التي برضو بدأت معي منذ الصغر الباكر عندما كنت في معية والدي وبدأت من انا مش اقصد ان دا كان في وقت ما انا طفلة صغير هي بدأت دا ودا بدأت ثم استمرت بهذه الصورة فكانت هذه المشروعات الحقيقة خبرة من ناحية الادارية بالغة لانها تلاتين سنة لم تنقطع بلا شك شيء الثالث قد يكون هو الابحاث الدستورية والقانونية المتميزة في مرافعات درجة انه عندي بعض محكمة النقض اصدرت في مرتين عدول عن المبدأ القديم الى المبدأ الجديد عبر الهيئة العامة المواد المدنية والتجارية في محكمة النقض بسبب مذكرة طاعن انا الذي قلت فيها هذا الكلام فلا شك الانجاز القضائي والمحاكم السياسية وخصوصا بعض القضايا الشهيرة اللي اعتقدت اترافع فيها عشرة ايام عشرة ايام مرافعة بلا كلها عبارة عن ابحاث ولم تجد المحكمة فيها تكرارا وانما وجدت كلها عبارة عن اشياء في الصميم اقدر اقول انه رقم اربعة الحالة الثقافية التي يعني قدرني الله سبحانه وتعالى اني اقيمها عبر اتناشر سنة محاضرة اسبوعية لم تنقطع كان يحضرها عدد كبير جدا من طلاب الجامعة وعدد كبير من الدبلوماسيين وعدد من القضاء وعدد من الوزراء وبعض من تولى رئيس وزارة في مراحل سابقة كانوا بيحضروا لانه في واقع الامر ان انا كنت بتكلم حول ما يأتي كافة مجالات الحياة اقتصادية وسياسية وفكرية ونظم و بين الواقع الحياة وبين الشريعة الاسلامية فالانجاز الثقافي لا شك انا شخصيا بعتبر انه اكبر شيء لانه عمل حصيلة اشعر من خلالها انه انا فعلا انا مثلا عندما انا عندي دراسات انا اعملها دراسة عن العقاد مثلا دراسة عن طا حسين دراسة عن زكي نجيب محمود دراسة ليه انا عايز اقول كيف افكروا كيف اعبروا كيف حللوا كيف اخطأوا منين جت لهم النقطة للفضلة وهكذا الخمسة الخمسة استطيع اقول ان هو يعني لو انا عايز انزل انتخابات وقول للناس ان انا مرشح استطيع ان انا اكون موجود فيها فانا باعتبر انه الانجاز الخامس هو ما حصلته اجتماعيا من المجالس العرفية الحكم في الدماء الحكم في الاراضي والزراعات والنزاعات المجالس العرفية اللي انا اشهد ان انا تعلمت فيها من ناس اميين لا يقرؤون ولا يكتون بس يقعد في المجلس العرفي مجلس العرب وهو بيحكم بين عائلتين استاذ ويعرف يحل اللي انا ما عرفش احله فتعلمت انجاز اجتماعي بالغ عرفت بيه اعماق الشعب المصري بدءا من اهل سيوة الى اهل مطروح الى البدو الى ودي النطرون الى الريف الى الحضر الى الصعيد الجواني الى الجبال فتعلمت ما معنى شعب مصري على حقيقته من خلال هذا الانجاز الاجتماعي اللي انا اعتبر انه هو رأس مال كبير بالنسبة لي على اقل تقدير طيب اذا حبيت حضرتك ان انا اقولك بس انا مش هقول دي كانجازات ان حجم المؤتمرات الدولية والداخلية والخارجية والمناظرات ده في الخبرة ده الخبرة طيب انا هتطلب حضرتك انك تكلم الشعب المصري في كلمة الناس دايما بتشوف الرئيس ليه طلة وللغة وهو بيكلمهم نعم انا عايز حضرتك مع الكاميرا بتكلم الشعب المصري بتشرح له الوضع الحالي مصر في خطر فماذا يقول رئيس مصر الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اقول بسم الله الرحمن الرحيم الشعب المصري الكريم الواقف على قدميه ولا يركع لغير الله ما كنت لاتصور في لحظة من اللحظات انني ساترشح لرئاسة الجمهورية ولكن حالة الخطر البالغة التي استشعرها لبلدي وصلت بها الى درجة الضرورة والاضطرار البترول المصري سينضب من الارض طبقا لتقديرات الخبراء من عشرين الى خمسة وعشرين سنة مصر التي معظم ارضها صحراء لا اقول انها لا تزرع بل اقول انه حتى ابحاث الرمال في مصر فرض عليها التخلف مع ان ابحاث الرمال في المانيا وصلت بهم الى انهم يعملوا عدسات النظارات يكسبوا منها مكاسب لا يحلم الشعب المصري بها في دخل القوم من ابحاث الرمال الامر وصل الى ان حدود مصر داير داير متروكة بدون تنمية عمرانية ولا ابنية ولا كثافة سكانية الساحل الشمالي قرى سياحية بتتشغل شهرين بس في السنة والساحل الشرقي على البحر الاحمر قرى سياحية ليس فيها تنمية عمرانية سيناء فضية الحدود الجنوبية والغربية لتظل بلدكم وبلدي الحبيبة الاثيرة خلي علشان لو قرر عدوها ان يدخلها في اي وقت تبقى الحكومات اللي فيها هي التي حضرت الاسكان وحضرت التنمية العمرانية ما لم ندرك وقتنا نعمر حدودنا ونقيم وضع استراتيجي محترم ونستطيع ان نطلق البحث العلمي الفلاحين يمارس عندهم مشكلات ضخمة بدءا من الجاز والكيروسين وبدءا من الملح وبدءا من السماد دي مش حل مشكلة فلاحين دي حل مشكلة صناعة وبحث علمي وتجارة يعني لابد ان اما ان ندرك واما ان الدولة على وشك الافلاس يا شعب مصر يقولون لنا وانا اللي بقول كده ان لو حتى المية اللي جاية من نهر النيل فيها مشكلة خزان المية الجوفية في الصحراء الغربية مليان يوكلنا ويزرع الارض قرن وزيادة من الزمان يزرعها زرع ومع ذلك الصحراء الغربية بيتسحب منها المية كل يوم بلا توقف عشان تتعمل في حمامات سباحة اللي على طول مصر اسكندرية الصحراوي وعلى طول السحر الشمالي استنزاف للمخزون الاستراتيجي اللي يعيش هذا الشعب ما لم ندرك هذه اللحظة الفارقة وندرك انه يا ام من الحقها برئيس مخلص منحاز انحياز خالص ما فيش احتمال ومش ضعيف مش كلام وطني انسان يعرف يقف مواقف ويعرف يدافع عن الشاب عشان ينقذ الناس للأب اللي يبص البنته يجدها في عنوسة او ابنه في بطالة اذا ملحقناش ان احنا ننقذ البلد دلوقتي ربما لا تأتي هذه اللحظة بعد ذلك ونبقى تحت اقدام عدونا نستجديهم ونقبل الاقدام اللحظة دي هي لحظة مرة اخرى نقف على اقدامنا ويفضل هذا الشعب لا يركع لغير الله عز وجل لا اريد ان اخذ من وقتي اخواني هنا اكثر من هذا لكن لعلها كلمات تصيب في الصميم من يريد ان يعرف واريد ان اختم بان السياحة في مصر كل ناس بيتكلموا عن السياحة وانا عايز انا نمي السياحة وخطت برنامج يضاعف دخل السياحة تمن اضعاف دخلها الحالي ومع ذلك اسمعوا كده السياحة في اسبانيا اللي قاعدين نضرب بها المثل تساوي واحد في المية بس من دخل اسبانيا القوم عشان يبقى تسعة وتسعين في المية جدلا يعني في ايد الشعب الاسباني واحد في المية في ايد الزوار انما احنا نوصلها لعشرة واحداشر واثناشر في المية وقناة السويس وغيره عشان تفضل مصادر دخلنا كلها ما تجلناش غير عن طريق غيرنا اما ان ندرك الوطن وننشئ مؤسسة وطنية ورئاسة وطنية وحكم وطني واما لو فضلنا نقارن ده اطول وده اجمل وده ابعد وده اقرب هنضيع فاسأل الله عز وجل انه هذا الجيل يدرك ما يعوض به ما عاش فيه الاباء والاجداد يا رب العالمين وشكرا جزيلا شكرا لحضرتك هنطلع فاصل بعد الفاصل هستقبل ضيوف الاعزاء في الجزء الاول من الغوص في عقل وبرنامج وتاريخ مرشح محتمل للرئاسة يلقى له شعبية كبيرة على المحك الان الشيخ حازم صالح ابو اسمعين هستقبل الاستاذ الدكتور اسامة الغزالية حرب الكاتب والمفكر السياسي ومؤسس حزب الجبهة الديمقراطية الكاتبة الصحفية المعروفة والنشطة السياسية وصاحبة الافكار المختلفة فريدة الشباشي المهندس هاني توفيق الخبير الاقتصادي الاقتصادي وهذا هو الجزء الاول من الخلقة انتظرونا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى في اول مواجهة من نوعها مع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم ابو اسماعيل مع نخبة من مفكري مصر معنا الاستاذ الدكتور اسامة الغزالي حرب الكاتب السياسي المعروف ومؤسس حزب الجبهة اهلا وسهلا دكتور اسامة الكاتبة الصحفية المعروفة الاستاذة فريدة الشباشي اهلا وسهلا الخبير الاقتصادي المحترم المهندس هاني توفيق اهلا وسهلا اهلا بك والنبدأ ملفات الدكتور اسامة الغزالي متعددة قد يتفق منها ما يتفق مع مرشحنا الذي ينتمي الى خلفية اسلامية وقد يختلف في بعض النقاط وده اللي هنعرفه النهاردة ماذا لديك دكتور اسامة يمكن ان تطرحه على الشيخ حازم ابو اسماعيل شكرا يا خيري على هذه الاستضافة وعلى فكرة هذا البرنامج في الواقع لانه انا اعتقد ان هذا البرنامج وما يشابهه من برامج اه من شأنها انها تعرض امام الرأي العام المصري مرشح الرئاسة هذا تقليد جزء لا تجزء من تقليد الديمقراطية في العالم وبالتالي انا اشكرك على هذه الفكرة وارجو انها تعمم ويرجو انها تصل بس يقبل المرشحين عشان يكافوا والله اذا لم يقبل المرشح فهذا يعتبر يعني عيب او يعتبر يعني ياخذ منه لانه اذا لم يكن يواجه الناس في البرنامج فكيف سيفاجه العالم كله وبلده كلها وبالتالي انا اشكر الشيخ صلاح ابو اسماعيل على انه حازم صلاح انه يعني قبل هذا باعتباره شيء منطقي وشيء مطلوب وفي الحقيقة انا اعرف الشيخ حازم صلاح من خلال والده لانه والده كان صديق لولدي زمان وعرف والده شخصيا يعني كنت انا طفل صغير كنت اشاهد والده يعني بيزرنا في المنزل والده بالفعل كان رجل عالم فاضل وله اسماته ودعية اسلامي جاب كثير من بلاد العالم وبالتالي وعرف عنه الكثير يعني انا الحقيقة لما عرفت ان الاخ العزيز حازم صلاح ابو اسماعيل قدم نفسه كمرشح للرياسة وهذه مبادرة جميع طيبة وهذه يعني انما ارجو يا شيخ حازم انك تتقبل فكرة انه بما ان مصر الان دخلت في عصر ديمقراطي حقيقي وبما اننا بالفعل نريد هذه المرة وفي هذه الحقبة من تاريخنا ان رئيسنا يكون بالفعل رئيس جدير من مصر فانا متصور طبعا انك سوف ترحب ويكون صدرك يعني متقبل لكل انواع الاسئلة والانتقادات والملاحظات لان هذه الباية ديمقراطية في الواقع وهذا ما نتعلمه في العالم كله يعني انا عندما علم بعض اصدقائي اني جاي هنا في هذا المرنامج فسألوني سؤال يعني بسيط قالوا لي طيب هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل رجل محامي يعني معروء يعني له يعني انجازاته في مجاله انما احنا لم نسمع عنه باي صفة سياسية ملفتة تجعله يجرؤ ويتقدم لكي يرشح نفسه رئيسا لجمهورية يعني هو شأنه شأن مئات الالوف من المحامين اللي في سنه واللي في جيله او الناس اللي بيعملوا في العمل العام بشكل اوباء اخر انما يعني ما هو اداءه السياسي ما هو انجازه السياسي ما هو تاريخه السياسي الذي يسمح له بانه يأتي ويرشح نفسه رئيسا لجمهورية يعني انا لسه دلوقتي كنت بسمع الاخ حازم بيشبه نفسه باوباما وقال ان اوباما طلع كده من غير اي خلفية لا اوباما راجل اولا راجل حصل يعني متعلم في ارقى جامعات امريكا في هارفورد راجل كان سياسي حقيقي وكان عوض مجلس الشيوخ وبالتالي هو دخل العملية السياسية منذ بدايتها ولو تاريخه السياسي وامريكا ليست بالبلد الهين اللي فيها السياسي عندما يصعد الى المستوى الفيدرالي الكبير لابد اولا يمر على مستوى الحزب وعلى مستوى الولاية وهو قد مر بهذه المراحل كلها وبالتالي فالسؤال البسيط ما الشيء الذي يجعلك تفكر في ان تكون رئيسا لمصر ويجعلك متميزا عن ملايين المصريين اللي في سنك وفي ظروفك يعني ببساطة شديدة نعم اتفضل اشكرك جدا اولا انا اشكر هذا البرنامج الدكتور والاستاذ خيري على هذه المقابلة الممتازة وثانيا انا الحقيقة سعيد وعايز اقول لحضرتك بالعكس كل ما الاسئلة موضوعية لا تتصور ان انا ده بالعكس تبسط اكتر ما تدعيش ابدا الحاجة الوحيدة هي ودي مش متصور في حق حضرتك اللي هو التجاوز انما ما فيش تجاوز خلاص بيبقى حاجة موضوعية رائعة ولائقة وممتازة جدا اما والد حضرتك عليه رحمة الله ووالدي فانا يعني فعلا اعرفه منذ كنت صغيرا وكننا يعني في منطقة واحدة فيعني لا انسى هذه الجلسات الطيبة واشقاء حضرتك ربنا يحفظك ويا رب العالمين سيدي اولا التفاصيل اللي حضرتك تفضلت بيه دي معناها انه لا يصلح ان يتقدم الان الا من سمح له نظام حسن مبارك بان يمارس السياسة وانا اعرف وده مش حاجة او من لم يسمح له اسمح لي بس انا عايز اقول ايه انه ده انه من سمح له حكم حسن مبارك بان يمارس السياسة تبقى له تجارب يقدر يكتبها في صفحتين ثلاثة ودي حاجة انا مش زعلان منها ولا حاجة حضرتك كنت عضو في لجنة السياسات مع جمال مبارك في دي ممارسة سياسية فلما تيجي تكتب هتقول ان انا كنت عضو في لجنة السياسات التي رأسها جمال مبارك في الحزب الحاكم لمدة كذا ده قد يكون مؤهل سياسي انا ما عنديش هذا المؤهل السياسي لانه كان في حضر والدي نفس الحكاية والدي ظل ممنوعا من الممارسة السياسية لمدة مثلا عشرين سنة ثم اتيحت له فاصبح نائبا في البرلمان اربع دورات معارضة هو الوحيد في بعض هذه الدورات اللي اجتاز التزوير وفي بقيتها كان يجتاز التزوير مع اخرين وبالتالي الممارسة السياسية مش الممارسة التي يسمح بها الحكم الطاغوتي وانما الممارسة السياسية قد تكون في الشارع بس اسمح لي والدك كان في الاخوان المسلمين وكان يمارس السياسة ضد مبارك ضد 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 جمال عبد الناصر ولم يكن لهم اسمح بالسياسة انا اشكرك جدا على هذا الاستدراك لانه ده قاسم مشترك بينيو بين والدي انا مدومت حضرك معترف بهذا الاعتبار فده اعتبار متحقق فيه ان انا منذ وقت الجامعة كنت انا الطالب رقم اتنين في الجامعة في الممارسة السياسية دي لاني كنت نائب المسؤول عن العمل الطلابي في هذا الوقت في الجامعة في الفترة اللي هي كنت فيها طالب في الجامعة قبل احداث واحد وتمانين وبالتالي ده مشترك مدام حضرتك اعترفت به بالنسبة لولدي فهو متحقق فيه وفعلا تحقق لمدة طويلة اما اوباما فاوباما بالفعل كان محامي وكان بيمارس العمل السياسي الشعبي بالصورة اللي انا بقولها دي وما اصبحش يا دكتور اسامة وحضرتك اعرف مني بكده احنا مفروض من نتعلم ده من حضرتك ما اصبحش عضو في مجلس الشيوخ الا قبل سنة ونص فقط من ترشحه للرئاسة ومعنى كده وانا مترشح لمجلس الشعب سنة 95 قبل ترشحي الرئاسة ب16 سنة ثم قبل 2005 وخمسة قبل ترشحي الرئاسة ب6 سنين اذا الممارسة السياسية وفي المرتين فزت وحضرتك تعلم هذا على الاقل قضائيا يعني كعنوان للحقيقة اذا انا قبل الرئاسة ب16 سنة عندي شهادة بانني كنت سياسيا وقبلها ب6 سنين كنت سياسيا وفي مجلس نقابة المحامين كنت نائبا لرئيس اللجنة السياسية وده ما قلتوش لكن سياسية وانا الذي حضرته المرافعات السياسية جميع المؤتمرات لو حبينا نجيبه ده على النت خطبي في مؤتمرات السياسية في نقابة المحامين او الصحفيين او في المحافظات اذا لما نيجي نشوف الفارق بين ممارستي في نظام ضدي غير ممارسة شخص في نظام يكفل له احنا بالعكس احنا اصبحنا اشد ليه لان احنا الاجسام المضادة للطغيان عشناها من سن صغير انا اول مرة مخبر يجري ورانا كان سننا 16 سنة مخبر يجري ورانا لان احنا بنقول ان احنا مش موافقين مثلا على انه النظام المصري يعمل كذا في حتى في ايام معادة السلام حتى في استضافة شاه ايران هل اعتقلت يا دكتور فانا عايزة اقول للممارسة السياسية هل اعتقلت يا شيخ حاسم ما هو الاعتقال مش هو المؤشر صح ولا لا ومع ذلك سبب الحمد لله في عدم الاعتقال ان والدي كان نائبا مرهوب الجانب فكان يخشى انه هم يعملوا حاجة زي كده في الفترة دي صحيح ده تطور فيما بعد لكن الى ان توفي كان هذا الكلام مرهوب الجانب وبالتالي مش ده المؤشر يعني مش المؤشر انه لا يعتبر اشتغل بالسياسة الا من اعتقل وانما فلذلك انا بالفعل قيل هذا الكلام ولا يزال كان ساعتها لا يزال على قيد الحياة مسؤول مباحث امن الدولة اللي قال له والدي قال له ابنك لو لا انك نائب كنا اعتقل لا يضاف الى كده يا دكتور اسامة حاجة اهم هتريدك تكون عارفها وموجودة عندنا مسجلة ان وزير الداخلية من 20 سنة وقف في البرلمان يقول الشيخ صلاح اب اسماعيل وابنه حازم صلاح اب اسماعيل بيتكلموا عن التقييم السياسي للرئيس الجمهورية وبيتلاولوا ده في المؤتمرات فانا عندي شهادة من 22 سنة على الاقل من سنة 89 بانني كنت امارس السياسة لدرجة ان الوزير يتكلم عن هذا فلا يستطيع احد ان يقول انما بقى لو هنعتمد على ان الاعلام ما كانش بيصلت الضوء على النوعية دي من السياسيين اللي لم ينقطعوا ابدا النقطة الاخيرة اللي احب اقول لحضرتك ان انا من 28 سنة من سنة 84 لغاية النهاردة كل محاضراتي واحاديثي مسجلة وموجودة على النت لم اترك قضية سياسية من 28 سنة الا وانا منقشها بما فيها ما كان يفعله مثلا بعض مرشح الرئاسة الان وهم في مناصب وزارية او في مناصب سياسية ليست هناك قضية سياسية الا وتكلمت فيها الى جانب المؤتمرات اللي خارج مصر اللي حضرتها حول القضايا السياسية اذا كل ما في الامر ان بس ما كانش فيه حد عارف يتابع هذا الكلام انما هو كان موجود ولو تابعوه وهو موجود دلوقتي على النت متاح لخلق الله جميعا كده الشيخ حازم شايف ان الفترة اتربى في بيت سياسي انه كان له نشاط سياسي ترشح لمجلس الشعب وده كله معناه وانقبط المحامين ودفاعه في بعض الخضايا السياسية ننتقل للاستاذة فريدة الشباشي استاذة فريدة الشباشي ملف المرأة وملف الحريات هو من الملفات الشائكة والتي فيها تصادم افكار طوالله فضالي ماذا لديك من اسئلة انا بلاقي ان ركيزة الحرية هي العدالة الاجتماعية بالنسبة لي الحرية لا تتجزأ حرية الرجل وحرية المرأة حرية المواطن المصري حرية المواطن المصري زي ما قال جمال عبد النصر من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره احنا عايزين كل واحد فينا يبقى عنده اكل يكفي مسكن كريم ادمي تعليم محترم ومنافس يعني زي الدول التانية عايزين علاج ورعاية صحية كريمة وادمية لان حضرتك لما تروح المستشفيات النهاردة هتشوف احنا اديقه هنا يعني وعايزة اعرف الافاق اللي مفتوحة للشبابنا اللي بقى دلوقتي عاطلين والاربعين في المية تحت خط الفقر واطفال الشوارع والعشوائيات احنا بقينا دولة البثور اللي فيها والعيوب اللي فيها والسلبيات اللي فيها من جراء السياسات الاقتصادية الجائرة على الاغلبية الساحقة من الشعب المصري عايزين نعرف ازاي حضرتك كمرشح لرئاسة الجمهورية سواجهها عارضة كده بتخلاني في خطوط عارضة اوي للبرنامج ده مهم اوي ده مهم لا دي مش فقط عارضين ناكل بس عايزة اقول حاجة تانية عايزة اقول انه دلوقتي طلعت نغمة في الايام الاخيرة دي بتتكلم عن المصريين بتقسمهم بتفتتهم زي ما يكون حد مسك سطوره بيفتت النيل النهاردة الشيخ حزم ابو اسماعيل ماذا يقول لام شهيد مصري قبطي استشهده ياف 56 ياف 67 ياف 73 يقولها ايه في كل الكلام اللي بتطع النهاردة ان الابطي المصري كافر ده حاجة بالنسبة للمرأة انا عايزة اقول انا تجربتي انا الشخصية انا جوزي تسجن في الستينات وكنت بشتغل وده اللي حماني وايضا بقول ان عمل المرأة هو الحماية الاساسية للمرأة وتعلمها وتأهلها فليه النهاردة انا ببص الاقي دور المرأة بيتراجع انا النهاردة لو مكنتش بشتغل في الستينات وهو جوزي في المعتقل انا مش عارفة كنت عملت ايه يعني معرفش كان مصيري عندك تحفظات على كلام او تصريحات او اراء لشيخ خزم ابو اسماعيل بتحط من قدر المرأة بتنتقد منها بتحجمها يعني عندك في اطار انا عايزين نسمع فكره في هذا الاطار انا سمعته مرة بيقولك انت او امتن ليك انت اول مرة اشرب بلقاء انه هو حتى اي امرأة مصرية او حتى لو كانت مسيحية عشان شبابنا يعني يحمي شبابنا مش عايزين الشباب والرجال المصريين يكسبوا سواب انهم بيعرفوا يبقوا بني ادمين يعني يشوفوا امرأة ما يفكروش فيها يفكر فيها على انها امه على انها اخته على انها بنته على انها قيمة على انها اننا ممكن حضرتك بتكلمي عن اراءه فكرة الالتزام خارج البيت الالتزام في الازياء مش اولا اه في الازياء انا بلاقي انه اخر حاجة ممكن الواحد يفكر فيها هي الازياء فكرلي في الجوهر انا لسه كتبة مقالة مبارح يعني مدام انت بتقرأ لي حضرتك جبدا جبدا انا كتبة مقالة بقول فيها ايه اللي بقى من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه اللي بقى منه وده نموذة مبهر بالنسبة لي هل اللي بقى جلبابه ولا عدله هو النهاردة في ضمير البشرية كلها جلباب ولا عدل عمر بن الخطاب اللي كل العالم حتى كتب القانون لما كنت في فرنسا بتتكلم عن عدل هذا الرجل فانا بحب اول عدل اشكرك جدا والله اعطف وبعدين احنا الاختلاف العفو يعني احنا سبع مليار وربنا عز وجل ايه بيعمل اختلاف بين السبع مليار في البصمة الصغيرة دي فاحنا الاختلاف سنة يعني ممكن حضرتك تقول كلام يبقى حلو قوي وانا عندي كلام حلو او نص نص الدكتور واسامة خيري الدكتور يعني احنا مش ممكن نبقى حاجة واحدة ما نبقاش استنبى يبقى ضد القانون ضد قانون الطبيعة شكرا جزيلا سيدي انا بسمع حضرتك عذرا انا عايز اسمع رأي حضرتك في الجزئيتين الخاصة الجزئية الخاصة بأم الشهيد المصر القبطي طرحتها وفكرة شكل المرأة والازياء والجزء ده طبعا انا مش عايز ادخل في الموضوع العري والكلام ده مش موضوعنا خالص يعني فاتمنى ان اسمع رد لان هي استاذة فريدة كلمت بالعريض او في الجزء الاولاني ده فرصة ما هو ده جاي بس مش يعني شو في حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك من شوية مفيش مرة حضرتك كتبتي الا وانا شعرت ان انا متفق مع اللي بتقوليه الا في موضوع واحد وانا قلت لحضرتك عليه مفيش داعي نفتحه مش وقت الحلق لكن الحقيقة نفس الكلام حصل دلوقتي كل اللي حضرتك قلتي وجايز ده يكون مفاجأة لك لانك ما تعرفينيش بس قبل كده انا متفق مع حضرتك فيه بالكامل الا لو فيه كلمة او حاجة هبينها دلوقتي فليس هناك اختلاف وارجوكي ما تتصوريش ان حضرتك بتقولي كلام غير اللي انا بقوله يمكن حضرتك عندك ناحية انطباعية انك بتقابلي فلان اللي المفروض ان المفترض انه بيقول كده لا انا بقول اللي حضرتك بتقوليه حضرتك الحقيقة طرحت اول قضية رائعة اللي هي قضية البعد الاجتماعي البعد الاجتماعي للانسان الفقير الغلبان المسكين عايزين يأكل عايزين انا يا استاذة طرحت في البرابج ودي متاحة كلها الكلام اللي حضرتك قلتيه ده وذكرته بالارقام ان انا البصلة بتاعتي وذكرت هذا التعبير هي ميزانية رب الاسرة المصرية وهو قاعد في بيته بيصرف من وجهة نظري على ثلاث حاجات دلوقتي وثلاث حاجات مستقبلة الحاجات دلوقتي بيصرف على التعليم على الايجارات الجديدة بيصرف على اتمان الحاجات اللي بيشتريها اكل وشرب وكلام زي كده لو استطعت ان انا اخفض التلاث حاجات دول وضعت برنامج دقيق من وجهة نظري على الاقل لتخفيض انفاقه على التعليم اللي بيلتهب معظم دخل دروس خصوصية وكتب وللانفاق على المساكن واجرة المسكن وللانفاق على وايضا في العلاج العلاج ذكرت هذا الكلام تفصيلا باحسن مما يذكر الاطباء طبعا انا ممكن اتكلم في دك وحتى في مشكلة البطالة وذكرت ازاي مشكلة البطالة ممكن تنتهي رقميا رقميا بمشروعات حقيقية فعلية بتوقيتاتها اذا الجانب الاجتماعي ده بالعكس وانا طبعا عشان ما يبقاش كلام عمومي لان انا عارف انه لازم نوازن بين وقت البرنامج وبين انا اقول كلام محدد برضو مقدار ما اقول كلام عمومي ايا ايا انا انا شايف او حسب مفهمت ان الاستاذة فريدة عايزة تقول احنا وحنا بنتكلم في الاولويات اللي طحنا هذا الشعب لا مجل الحديث عن الزي واللبس واخر لا 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 ده قبل الزي واللبس يعني هي قد تفاجأ الان بان انا بقول لها انا قرأت برنامج وده انا متأكد ممكن يبقى مفاجأة برنامج حزب مثلا الحرية والعدالة ومختلف معه اقتصادي لان اقرب للمعنى اللي هي بتطرحه الاستاذة فريدة بكتير هي ما تعرفنيش بس قرأت برنامج حزب الجبهة الوطنية ومختلف معه كثيرا في السياسات الاقتصادية معظم برامج الاحزاب لان انا شايف ان العكس صحيح انا مش ممكن افسد ابدا على رجال الاعمال مقييس السوق الحرة لان انا محتاج لهم انا محتاجوا يعمل مشروع عشان الغلبان يشتغل لانه يوم ما يقفل المشروع الغلبان مش هيلاقي يشتغل ولذلك انا حتى في السياسة الضريبية واتكلمت تفصيل لانه لأ هنتكلم في ده مع المهندس هاني توفيق لما نرصص للمعنى تعال بقى نتكلم وبالتالي عشان نختم النقطة دي السياسة الاقتصادية الاقصائية الجائرة اللي حضرتك ذكرتها انا متافق مع حضرتك تماما وانا اقرب للي حضرتك حتى ملحقتيش تقولي انتي بس متعرفيش انا بقول ايف ده انما انا فعلا اقرب بكتير للي حضرتك بتقصدي ده اما بقى ام الشهيد المصري القبطي انا مستغرب ان السؤال يطرح هو ايه المشكلة في ام الشهيد المصري اولا انا طبعا اعرف وده شيء جميل انه حضرتك كنت مسيحية واسلمتي وده لا يعيب حضرتك لا كنت مسيحية دي يعيبك ولا اسلمتي ده يعيبك ما فيش مشكلة في هذا اللي بيعتنق الاسلام دلوقتي ممكن يعابيه ولا حاجة يعني ولا دلوقتي ولا قبل كده ولا اللي يظل مسيحيا السيدة الاستاذة فريدة الشباشي ارجوك لا تتحفزي ضد خيء لا اقوله يعني لما اقول حاجة تحفزي هو قالت اللي اتنين لا يعاب حاجة انا ما قلتهاش ما تتحفزيش ضدها سالة فانا اعمالي معروف احنا نطلع متفقين تقولي لا يعيبك بقولك لا مش عيب يعني حضرتك بترى ان المسيحي حضرتك بترى ان المسيحي الذي يموت دفاعا عن ماله وعرضه وعرضي فهو شهيد لانا لا اقول هذا انا اقوله اتفضل انا ارى ان الشيء المنطقي المنطقي جدا ان كل انسان شهيد في عقيدته المفتي اللي بيفتيني انا لما ابني يستشهد واسأل الله له الشهادة لان ده شرف اروح للشيخ اقول له ده شهيد ولا لا يقول لي نعم يا بني لما المسيحي الام المسكينة لما ابنها يقتل في معركة يقتل زي ما ابني قتل في معركة وتروح للقسيس او لرجل الدين المسيحي بتقول له ده شهيد ولا لا يقول لها ايوة يا ابنتي هو شهيد اش كلمة شهيد هي فتوى دينية يلجأ فيها كل شخص لصاحب عقيدتي مش مطلوب ان اليهودي يعتبر المسلم شهيد ولا ان المسيحي يعتبر المسلم شهيد لا انا بتكلم على الوطن يا سşekkür الوطن فهناك لا بتكلم انا انا هجاوب اذا في شهيد للاسلام شهيد للمسيحية شهيد لليهودية وشهيد للوطن بالزبط من حق الوطن ان يكون اختياره ان كل من قتل ان يكون شهيد الوطن مفيش مشكلة وياخد اجر من الوطن مفيش مشكلة ويكرم من الوطن مفيش مشكلة ويبقى الحكم الديني كجانب منطقي لا أنا بتكلم الوطن لما حضرتك هتبقى رئيس الجمهورية سأتعامل وطن هتبقى رئيس الجمهورية كل المسلمين ما اللي خش معاركة ضد إسرائيل يقتل مسلم الدين ونجمة سينة ويقتل مسيحي مدهلوش ولا إيه ما فيش حد قال كده ما فيش حد أساسا قال كده عشان حد يرد عليه الجزء الخاص بالأسياء أما الجانب الخاص ب لا بس هي قالت حاجة مهمة أساس خيري اتفضل فينا أنا ها أقول على الأشياء لا ده أنا عايز أقفز ما فيش حاجة مش هقولها هي قالت حاجة خطيرة جدا مش عارف تحب أتجاوبها ولا بلاش هي بتقول إن المرأة اللي يموت جزها هي لما توفي زوجها الله يرحمه لا لا لما اعتقل لما اعتقل زوجها لو ما كانتش بتشغل ما كانتش كسبت وبالتالي العمل طبعا ده موضوع مهم يا سيدتي أنا في ما طرحته انتخابيا كنت في منتهى الوضوح أن المرأة اللي بتضطر علشان هي أم أو زوجها أو الجزها محتاج لها تكون معاه لابد إنه يحدث لها حكوميا من الرئيس وبرنامج الرئيس وبرنامج الحكومة حاكتين نمرة واحد إن هي تؤهل برغم إنها في البيت عشان تبقى ماهرة أنا زوجتي وإن شاء الله حابتك تشرفينا في البيت لها عظيم الشرف وتعرفي بيها شكرا أهلا تشرف ماهرة ثقافية ماهرة علميا تستطيع لو كتبت أشياء إنها تكسب من وراها كويس بتلقي محاضرات في دورات علمية وثقافية فإذا أهلت المرأة أصبح وهي بتردع ولا بتخلف ولا مع زوجها ده مش وقت ضايع ده وقت هي فيه بتعمل عمل جليل بتبني أهرامات البلد الجيل القادم والحاجة التانية اللي قلته عن المرأة إنني سأسعى سعيا حقيقيا وعلى فكرة دي مش زوجتي بس أختي كده والدتي كده كل الأسرة كده فبالتالي إنما عايز أقول سأسعى بقوة إن لازم المرأة يبقى لها مرتب لمجرد إنها مرأة في مرحلة الرضاع أو الزواج أو تربية أو تنشئة ومش مرتب من معاشها ولا معاش جزء ده صندوق تأمين مجتمعي لا يشرف شوف يا حضرتك ما فيش راجل يشعر بالشرف إذا المرأة ضاعت في المجتمع وبالتالي أنا دعوت إلى إنشاء صندوق تأمين للمرأة لمجرد إنها مرأة في هذه المرحلة تاخد مرتب وهي أعدى في بيتها خلصت بقى أولادها دخلوا المدرسة ولا حاجة زكاية وعايزة تشتغل هي حرة أنا لم أصادر حرية ما قلتش ممنوع تنزل ولا ممنوع تشتغل وما فيش حاجة كل ده كلام الناس بيقولوه من عند نفسهم انطباعيا إنما حاجة ولا عمر حد قالها إذن أنا عايز المرأة تاخد مرتب لأنها امرأة ولما تتجع تشتغل من حقها تشتغل وهي ما بتشتغلش تؤهل لتكون ماهرة كل ده وعايز أقول لحضرتك الكلام ده أنا مش المفكر العظيم ولا السياسي الفز اللي بيطلع الكلام ده من بنات أفكاره ولا مستشاريه ده الإسلام هو الإسلام بيقول كده عمر بن القطاب اللي حضرتك ذكرتيه هو اللي عمل كده هو اللي كان موجود معه ده شيء هو ده الإسلام إن الإسلام يكفل للمرأة حتى وهي مشغولة بأن هي حاملة ومرضعة يبقى لها هذا الكلام فده أنا بقوله أنا متفق عشان كده أقول حضرتك أنا متفق معاكي الجزء الأخير في الجزء الأخير بالنسبة للأزياء إحنا بس بنخرج من الثقافة العالمية ساعات وإحنا متصورين إحنا بندخل فيها إحنا في الحقيقة بنخرج منه أنا رحت في بلد في كندا لقيت إن في ممكن أذكر اسمها يعني ترونتو مفيش مشكلة وجدت إن الخلاف فيها على أشده والله إجزام يكونوا عندنا هين بيكلموا في مستوى الزي اللي يسمح بي في للمرأة بإن هي تخرج في الشارع وحدث فعل إنهم وصلوا إلى قرار مختلف عن كندا كلها فبقى في شيء في ترونتو مختلف عن كل كندا وبعدين عادت ترونتو بعد سنتين ولقيت المصيبة اللي حصلت من وراء هذا القرار فعدلتها مرة تانية إذن الثقافة العالمية لا تمانع من الدخول في هذا ولو مانعت أنا مش عايزها أنا رجل عقيدتي العقيدة بتقول إيه إن أنا لازم أقع إن اللي بيمشي في الشارع ده ده عقد عقد بين اللي ماشيين في الشارع وبين بعضهم ما ينفعش مثلا واحدة فاتنة وجميلة جدا تخرج في الشارع لابسة مايو مثلا كلين حضرتك متفقة على كله وحضرتك شوست حد لا مش مايو مستحيل في الشارع مفيش وهو ده افتراض كمان مش وقعي يعني وانا لازم أوصل الموضوع وانا مش عشان أقول مايو فأمنع واحدة إنها تمشي ويبقى إحنا اتفقنا بقى كده برافو يبقى إحنا وصلنا إن المسألة مش الجانب الشاذ لا المستوسط المجتمعي المقبول للمجتمع يعني ده موقودة بتشوفوا ده فضلت الشيخ موجود في الشارع المصري إن عندنا هذا المتوسط طوال الوقت يعني ما شفناش واحدة لابسه شورت ماشي في مصر مثلا لا فيه كتير بشورت؟ في الشوارع؟ لا تعال حضرتك هات كاميرا وتعال أوري حضرتك بلاد مصر إذا كنت مش يا فندم على كل حال مش مفيش يبقى خلاص مفيش مشكلة مش مفيش إذا فهو الشاذ في الزي إذا إحنا بنتكلم عن إن إحنا لا نقبل المتوسط الشاذ إحنا عايزين المتوسط المجتمعي وحضرتك اللي بتقوليه هو نفس اللي أنا بقوله متفقين على كده مفيش حد يعني كده خلاص كده أظن ما فيش حاجة الملف الاقتصادي والحديث دائما عن كلمة الاقتصادي الإسلامي في برنامج حضرتك متكررة ولها شرح ولها رؤية باش من ثاني توفيق بتشوفوا أنت شايف مرشح إسلامي على خلفية إسلامية عند رؤية إسلامية بيتكلم عن الشريعة الإسلامية عن الاقتصاد الإسلامي ما الذي يثير الأسئلة أو المخاوس؟ أنا عايز أسأل الأول الشيخ حازم أنت كان فيه فيلم اسمه تايتانيك حضرتك روحته أظن أن أنا شفته دا كان كذا جزء دا؟ لا كان جزء بتاع السفينة الغارقة آه شفته آه في حاجة بتفكرني بيها الأيام دي وأنا قلتها قبل كده برضو اللي هي الفرقة الموسيقية اللي كانت في تايتانيك كانت عملة تعزف والمركب بتغرأ بتغرأ والماء يوسط لهم لجيت هنا وبرضو قاعدين بيعزفوا أنا أخشى إن إحنا نكون بنتكلم على جوانب سياسية والدستور قبل المجلس ولا البتاع والكلام دا كله والمركب يعني إحنا مش بنغرأ أنا أخشى إن إحنا نكون الوقت عدة كمان للإصلاح فبرضو إن إحنا نتم شوية بالموضوع الاقتصادي وأنا عندي تحفظات كثيرة على ما يطلق عليه للإقتصاد الإسلامي الحقيقة هو ما فيش حاجة يسمعه إقتصاد إسلامي هو فيه منتجات إسلامية فيه اقتصاد كلي متعرف عليه ودي نمكياته معروفة حتى السعودية نفسها فيها بنوك تقليدية وبتشتغل وبطريقة بالفوائد وكل حاجة فأنا مش عايزة برضو أستدرج مع الشيك هازم هو برضو يعني خبير في عمليات المجادلات اللغوية فأنا عايز أخش على أسئلة عشان حضراك لسه شوفت حاجة لغوياتي عالية جدا أنا متأكد أنا متأكدر أخفضها بس عشان إحنا بنتكلم في مجتمع أنا مدى نهاية مطمن على الجانب اللغة فأنا عايز أسأل حضرتك على خمس موضوعات بالتحديد وعايز كلمتين في كل موضوع طب ممكن تخليهم ثلاثة لا أنا عايز أقول إيه أنا عايز أقول إيه لو حضرتك أنا هحترم جدا ردك لو قلت لي أنا معرفش الموضوع ده وعندي خبراء اقتصاديين حيبقوا معايا أو معايا وهم اللي حيقولوا لي ويبقى نيجي مرة تانية ببرامج واضحة لأن الكلام في الاقتصاد بالذات ما يستقمش فيه الموضوعات الإنشائية بالذات وإحنا بنغرأ فعلا فالموضوع الأولاني الدعم حضرتك عارف الدعم أدي إيه في مصر ما تدعمه الدولة أدي إيه الرقم ده حضرتك عارفه تمام كامل أسئلة والتاني برضو عجز الموازنة عجز الموازنة عايزين نعرف حتتعامل إزاي بكرة الصبح وأنت رئيس جمهورية مع عجز الموازنة المزمن اللي موجود واللي أدى إلى الدين الداخلي برضو أتمنى أن حضرتك تقول لي الرقم بتاعة الدين الداخلي قد إيه بتاعنا في مصر البطالة هتعمل فيها إيه نحن عندنا نصيبة في البطالة الخسخصة سوء المال والبورصة ومم مدى حرمونية البورصة والكلام اللي أنا سمعته من بعض الناس لا بس على العقل ألح أكتب سوء المال وإيه البورصة سوء المال والبورصة يعني ده الأولاء المالية والأسرق سوء المال والبورصة والخسخصة والبطالة والدين الداخلي وعجز الموازنة ورقم الدعم طيب ماشي ده حاجة هاي سابدأ حضرتك كلمتين في كل حاجة أو أنا معرفش لا يا فنزم أنا سعيد بيك طيب صد صد هما كده بس بيتكلم عن الدعم حضرتك عارف ميزانية الدعم قد إيه في عارف مين يحتاجها هنعمل إيه في جزئية الدعم اللي بتلتامل ميزانية توفيق فان أهلا وسهلا عالم طبعا أنا عارف حب اللي بارد فيك أستاذ هاني طيب الأول عايزة أقول لحضرتك أنت قلت كلمة برضو أنا متفق مع حضرتك فيها ورائعة أنت بتقول ما فيش حاجة اسمها اقتصاد إسلامي وأنا متأكد أن حضرتك وأنت بتقول كده متوقع أن أنا أقول لك لا في حاجة اسمها اقتصاد إسلامي بقى أنا عارف أن ده موضوع فيه اختلاف واختلاف علمي اقتصادي مقبول وأنا من أصحاب الدراسات الاقتصادية ويسعدني لو حضرتك تقبلني تلميذ في خبرتك عففا يعني أنا ما تضيقش من كده أبدا وبالتالي كلمة اقتصاد إسلامي اللي حصل أن الناس قرأت علماء الاقتصاد الإسلامي اللي سموا نفسهم كده أو سموهم الناس كده قرأوا الإسلام بيقول واحد اتنين ثلاثة بيحط إطار يمين شمال فوق تحت رسم الصورة وبعد ما قرأوا كده بعض الناس بعد ما طلعت الصورة قالوا ده اسمه اقتصاد إسلامي الناس قالوا لهم لا هي الصورة كده فعلا وإحنا موفقين بس ده ما اسموش اقتصاد إسلامي فده اختلاف في التسمية مفيش مانع ومقبول ومش وحش ومش زعلانين إنما المهم إن الصورة ملامحة تفضل زي ما هي حضرتك عندك شنب عندك نضارة عندك شعر عندك بدلة عندك كرفتة دي الصورة إنما في الآخر أنا أسميك بقى أنيق أو غير أنيق موضة ولا مش موضة دي تسمية أختلف أو يعني أتناقش حول التسمية أنا يهمني الجوهة فبالتالي النقطة دي مش نقطة مطروحة المهم إن أنا أراعي الحدود والأحكام بصورة واضحة 100% النقطة التانية اللي حضرتك ذكرتها وأنا بشكرك عليها وأنا في الحقيقة عندي إجابات ولو حضرتك برضو لو سمحت لي وتكرمت علي تكرما ورجعت إلى ندواتي ومؤتمراتي وما إلى ذلك هتلاقي إن الأرقام دي اللي حضرتك سألتني عنها سئلت عنها عشرات المرات وأجبت بيها عشرات المرات وهي محفوظة ودائما وبعضها كانت في كلياء في جامعات أجنبية وبعضها في جامعات داخلية وكده مش محفوظة دلوقتي لا محفوظة إن أنا دي متابعتي العادية بقى لها 30 سنة بس أنا برغم هذا مصمم إن أنا أترك لو سمحت لي الأرقام لحضرتك أنت مش أنا مش هجاوب على ولا رقم ليه لأن الأرقام شغلة الخبير الرئيس شغلته إذا شغلته هو الرؤية النظرة إنما هو إذا ما استعانش بحضرتك وبمراكز الأبحاث وبالمتخصصين زي ما حد بيجي يسألني مثلا سعر العملة المصرية إنت فاكر إن أنا أقولك سعر العملة المصرية وأنا عارف إنها متوسطات بين إنتاج واستهلاك وتصدير واستيراد وأنا حددها فيه ما فيش غرفة عمليات تشتغل يومية زي بتاعة البنك المركزي فيه اتجاهات يا فندم ما أنا هتكلم بقى في الاتجاهات دي يعني أنا التفاصيل أنا بس حبيت أقول لحضرتك لا تجعل طبعا أهلاً وسهلاً يعني بس الشخص اللي مش هو الصنايعي إنت ما تسألهش في التفاصيل تفاصيل بتاعت حضرتك وأنا مؤمن بحضرتك إنما أنا صاحب رؤية مش صاحب تفاصيل فدي نقطة برضو أرجو إنها تكون النقطة التالتة اللي أنا لازم أعلق عليها لا إحنا ما بنغرقش إحنا ما بنغرقش مطلقاً إن شاء الله يا أستاذ هاني وأنا اسمح لي أقول لحضرتك ده ويعني وإن شاء الله نبقى صديقين وهقول لحضرتك تفاصيل أكثر الاقتصاد المصري وإن كان هيبقى متعب بس اقتصاد سهل مش صعب عارف ليه وطبع حضرتك أعرف مني بس أنا عايز أقول لإن الاقتصاد الصعب هي اللي الدولة الصادقة اشتغلت فيه قوي قوي وعملت حاجات كتير وده أقصى اللي وصلت له إنما لما يبقى كل مورد معطلة يبقى مجرد تشغيل مورد معطل يعمل شغل وده اللي هيعمل الاقتصاد الاقتصاد مش صعب الاقتصاد سهل لإن لما مثلاً يبقى عندي مثلاً 162 ألف فدان في سيناء صالحين للزراعة بحيث إنه بالمية الموجودة بدون مشروعات رأي سابقة يعملوا في سنة واحدة بدون سابق مشروعات رأي على حسن مش أنا برضو كل دي مش أرقامي أنا دي أرقام من ركز البحوث الزراعية لما يكونوا يعملوا اكتفاء ذاتي من العدس والفول ومحصول تالت تختار الحكومة المصرية في سنة واحدة يبقى ما تقوليش إن المسألة صعبة إنما إحنا بنغرق وكلام حضرتك بقى مظبوط هنا بنغرق لإن الرأس أنا الدكتور الجنزولي أهلاً وسهلاً بس لما ميسك الحكومة ولقيته بيعمل نفس اللي عملته أنظمة سابقة إنه بيعمل حاجات عشان يرضي الناس لا ده مش الاقتصاد ولا دي الحكم مع إنه هو يفهم أكتر مني في الاقتصاد ده تخصصه أنا مش تخصصي أنا تخصصي أو دراساتي اللي قالوا عنها في البرنامج اقتصادية بس أنا مش زي دكتور الجنزولي ده راجل قاعد في حكومة حسن مبارك على الأقل وزير تخطيط ثم نائب رئيس وزراء ثم رئيس وزراء ثم 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 وقبل كده كان مدير معهد تخطيط القوم وشغلانه فإحنا ما بنغرأش إحنا بمجرد ما يوجد الرأس الوطني المخلص للبلد اللي يخلي المعطل مش معطل مش بنغرأ قطعا طب إزاي بقى عشان ما يبقاش كلام عمومي الكلام ده يا فندم بمشروعات محددة أنا ذكرتها حضرتك بقى قلتلي البطاقة اللي مش عارف مشروعات محددة أنا ذكرتها أنا علشان خايف من أستاذ خيري هذكر لحضرتك نقطتين ثلاثة في قمة الإيجاز أنا ذكرت وحضرتك برضو مرة تانية أعرف مني بكده أنا مش زيك أنت أستاذ في الاقتصاد وأنا راجل بكلم في الاقتصاد زي الصحة زي الزراع ذكرت قلت أن الموبايلات اللي في إيد الولاد الصغيرين في مصر لما جا نحسب أن مصر بتستورد مثلا كام في السنة عشرة مليون عشرين مليون تلاتين مليون موبايل ذكرت أن بالقوة الاستهلاكية بتاعتي لو أنا قلت للمصانع دي مش هشتري منك موبايلات إلا لو جيت وده مش ضد اتفاقيات الجات إلا لو جيت وعملتي مصنعك هنا على أرضي هتعمل زي ما عملت بلاد أخرى هذا الكلام هتيجي ولو جيت هنا هتطور الصعيد لأنه لما حطه في المينيا ولا في أسيوت ولا في سهاج وأعمل خط عرضي لميناء على البحر الأحمر تصدر لإفريقيا هصدر أنا لإفريقيا وأقرب للسوق العربي وأقرب للسوق شرق أوروبا كمان ربما وغيره البلد هيحصل فيها طفرة في التكنولوجيا الصناعية هيحصل فيها تصدير هيحصل فيها محاصرة للبطالة وذكرت دف سلع تانية زي السيارات اللي بنستوردها وزي 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 إذن البطالة مجرد نكش بسيط في الزراعة في المناطق الستة اللي أنا ذكرتها ومن ضمنها الساحل الشمالي اللي القوات المسلحة هي اللي كانت زرعته وفي الصناعة وفي غيرها الاقتصاد المصري أنا خايف من لا لا عافو أنا عايز أحدد كرئيس حضرتك شايف هتتعامل مع الدعم إزاي لو تولينا الحكم في تلسلسل دا هل هتلغي الدعم هل سترى أن الدعم الآن ضرورة مش حضر على الرابلو هل هرفع الدعم عن المنتجات البترولية يعني تعاملك مع الدعم إزاي كرئيس دا جميل جداً الحقيقة هو ذكر عجز الموازنة والدعم والخصخصة والبطالة والدين الداخلي وسوق البرصة أنا نفسي يا رجا أصلاً طيب البطالة دا حضرتك كلمة عن فرص أنا بستمتع بالكلام في هذه الموضوعات حضرتك سألتني عن إيه الوضع؟ حضرتك متصور إن أنا أنجح في الانتخابات أبقى رئيس جمهورية يوم تلاتين ستة ألغي الدعم يوم واحد وتلاتين ستة اللي ما فيش حاجة اسمها واحد وتلاتين ستة أصلاً؟ لعشرين تسعة في واحد سبعة يعني ما فيش هو واحد سبعة لكن أنا عايز أقول لك مستحيل المسألة هو أنا لما أجي أنا يا أستاذ خيري عاصرت الفترة اللي أنمر السادات فيها كان بينقل من اقتصاد عبد الناصر لاقتصاد السادات من الاشتراكية إلى الانفتاح من اقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق من اقتصاد الحماية العمالية إلى اقتصاد الضياع العمالي من اقتصاد وهكذا فأعدت زاكر مذاكرة غير عادية مش لأني هبقى حتى نائب في مجلس الشعب ولكن لأني هذا الشاب الصبي الصغير اللي عايز يشوفه ما بيعمله كده ليه بينقل من هنا لهنا ليه بيسيب الحزب الواحد يروح تعدد الأحزاب ليه بيسيب روسيا والتحادس السوفيتي يروح لأمريكا ليه ففترة التحولات مذاكرة وأعدت معه الله يرحمه كذا واحد من ضمنهم الله يرحمه عزيز صدقي كان رئيس وزراء وزير صناعة وسموه أبو الصناعة وغيره وأعدت مع عبدالخلق الشناوي اللي كان في الرأي وغيره كل ده يعني أن حضرتك هتسبب الدعم حيب عندك خطة للاستغناء عن هذا الدعم لا شك أن الدعم هو اللي ضيع الفقراء ما هو دي بقى النقطة أن أنت بتدي الفقير حاجة أنت عارف أنك بتديها للحرامي أنت فاهم كويس مش حضرتك يعني الحاكم عارف أنه بيديها للحرامي هو فاهم كويس جدا أنه بيدي الدعم ده للحرامي أكتر ما يديه الفقير نعم إنما هو لو استطاع أنه يجعل الدعم لازم تبتدي المسألة تمشي نحو التحرر شوية والتحرر أنا لما خلي رغيف اللي عيش حضرتك بتشتريب خمسة ساغ لما تيجي تشتريب عشرة ساغ المفروض بدل ما تديه لك لو أنت بتصرف تلاتين جنيه على الخبز في الشهرة دي يخليهم لك ستين لو أنا عرف تمشي زي ما بشيل دبرياش ويحط بنزين بحيث أن الحاجة توصل للفقير فعلا وهذا ممكن وصل الدعم إلى مستحقنا إنما ده مش مستحيل في يوم مستحيل في يومين إنما في الآخر لازم يوصل للفقير يعني مدة الرئاسة الأولى إسلاح لي أقول الأستاذ هاني حاجة مهمة أو لحضرتك أنت اللي سألت أنت عارف حضرتك الجماعة اللي بيحطوا أبحاث القمح قالوا إيه قالوا إن 10% من إنتاج الأمح 10% من إنتاج الأمح المصري بيروح في جني المحصول بيفقد و10% تانين بيفقد في النقل و15% بتفقد في التخزين يعني 5 أو 3 يعني 3 محصول الأمح بيفقد لحد ما ده يبقى أمح وبعدين بعد ما يعملوه خبز يوكلوه للبط شوية وعلى فكرة أنا بيعرف حكاية تصغيط البط عشان يعني فيوكلوه للبط شوية ويوكلوه للمواشي شوية ويوكلوه البني أدمين تعرف لو الكلام ده كله استطاع أنا أنت عارف حضرتك التخزين 15% ده مثلا بيروح ليه لأن الشونة اللي بيتشون فيها الأمح ترخصها ما بيشتردش إن العصافير والحمالها التفاصيل تخد ما واضح إن عند حضرتك قدرة على قراءة التفاصيل أو في برنامجك أنا بس نفسي أصلي أجاوب إجابة هو يشعر فيها بالرؤية إن أنا فاهم الدنيا أنا أقصد أنا أسمعه أنا بتعلم من كلامهم الناس دول الحضرات جايبهم دول ناس كبار نس نس نقعد قدامهم أتعلم هو بيتكلم أشوف هو بيقول إيه أنت متصور إن أنا قاعد دلوقتي في مناظرة لا أنا بتعلم من الخبراء دول بتعلم حتى أنا مش هستعين حضرتك سألتني عن مستشارين مش هستعين أنا عندي مستشارين الحملة الانتخابية فيها حتى الآن أكثر من 200 أستاذ جامعي في كافة التخصصات وفي جامعات مصر غير مراكز الأبحاث بس أنا يا أستاذي أنا هستعين في دولة لها كوادر مراكز أبحاث مؤسسية المؤسسة زي القطن الطويل التيلة والخطن قصير التيلة يا أستاذ هاني لا معلش آخر حاجة أنا عارب بس آخر حاجة لا أنا عادي أحددها قوي لأننا الجزء ده هياخدنا في تفاصيل أنا عادي العنوان الأوسع اديني نص دقيقة وهأخلص فيها تعلم حضرتك أكتر مني قطعاً إن المصر بتنتج القطن طويل التيلة ومصانعها حتى الآن مبنية على تصنيع القطن قصير التيلة لا إحنا طورنا زراعتنا عشان نخلي زراعتنا قطن قصير التيلة عشان نطلع الصناعة فوق ولا إحنا طورنا المصانع وجبنا مكان نخلي تصنيع القطن طويل التيلة هو اللي موجود فبقت الصناعة ماشي قصير التيلة عشان التصدير والقصير التيلة مضيع الصناعة ومش عارف أعمل توازن بينه والتصدير يجيب لي فلوس أكتر ولا التصنيع الاقتصاد صياغة يا جماعة مش حاجات مفردة كده النطورة هذه الصياغة حضرتك عندك فريق عمل مجهزوا من دلوقتي عشان يضع خطط يبقى عنده تصور للبطالة والخصخاصة ولسوق المال اسمحوا أولا الإجابة نعم عندي أكتر من 200 أستاذ جامعي متفضلين علي بأنه هم بيشتغلوا معايا غير الآخرين اللي مشكورين موجودين وانا لو تحب في مرة إن حضرتك أأتيك هنا مثلا بعشرين ثلاثين أستاذ جامعي في كافة التخصصات من أصحاب المؤلفات واللي خدوا جوائز دولة وغيره موجودين مستشارين حقيقيين إنما اسمح لي بقى وأنا بجاوبك على السؤال أقول لك أنا مش هو أنا إزاي ألجأ لمستشارية الشخصيين أنا عندي دولة لها كوادر دول كوادر في مراكز أبحاث لها كوادر أنا أجيب أستاذ كلية الزراعة اللي هو مستشاري أنا هو اللي يمسك السياسة الزراعية لأنه صديقي زي ما أعطف صد إجاب فاروق حسني من فرنسا لأنهم كانوا مع بعض مثلا وكده وأسيب مركز البحوث الزراعية وأسيب مركز الطاقة النووية وأسيب فيها مصر هيلة فيها كوادر ما حصلتش أنا الإجابة سأفعل مراكز البحث المصرية والمؤسسية المصرية وأجعل المؤسسة بمجرد أن تصدر التقرير بضغط الزرار يوصل إلى أماكن يصبح تاريخ وصول الأبحاث إليها المؤسسات الأخرى حج عليها عشان دولة أم مؤسسات أجيب واحد صاحبي وأنا داخل إنما متوفرين وموجودين وأنا عبر حضرتك أدعو الإعلام لو سمحتوا يا تلفزيونات مصر ادعوني مرة عشان أجيب لكم 50-60-70 من المستشارين الدوليين والمحليين وشكرا هو بس آخر كلمة آخر كلمة مفضلك إحنا بسنو الآن الأوان لمرشاح الرئاسة كلهم أن يبقى عنده برامج يعني في الفترة الأولانية فيه كلام عام واتجاهات لازم في فترة معينة يبقى فيه بقى أرقام وأنا حوصل بحاجة متضخم إلى كذا وحعمل كذا زي ما حتى في المنظرات أشكرك 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 وليس عندي كلام عام وكله بالأرقام ومن فضلك حضرتك لو تكرمت علي أرقام في كل المجالات وبالضبط علما آه ده فيه أخطر حاجة علما بأن أنا لا أعترف بهذه الأرقام لأن أنا عارف أن يوسف بطرس غالي كان بيقول للوزراء سجل إيرادات غير حقيقية عشان يزعم أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك تحقق وأنا هسويها من عجز الموازنة وفيه وزراء حاليين وسابقين قالوا كلام ده فأنا عارف أن الأرقام التي تعتمد عليها الحكومة أرقام غير حقيقية وأنها كانت بتوجيه مباشر وده حصل حتى في وزراء الثقافة وحتى في الأوقاف وحتى في السياحة لا ده أنا عايز أقوله عشان كده الأرقام أنا لما بقولها أنا بقولها وهي مش بتاعتي أنا بقول ده اللي موجود إنما أنا بأضيف كذا إنما أنا ذكرت في أول صفحة من البرنامج إن أول أربعة أشهر أي رئيس بيحترم نفسه لازم يخصص أول أربعة أشهر لإعادة تدقيق البيانات الحقيقية للدولة واستلمها عشان ما تبقاش زي مش عارف من جمدها بإيه اللي ما بيحسبش ومعرفش بترول إيه اللي ما بيتحسبش ويزبط المسألة عشان تبقى دراساته بناء على دكتور أسامة تفضل يا فرد أنا الحقيقة يا خيري يعني أنا لما دعيت لهذا البرنامج طولنا قوي أنا آس كنت الحقيقة متردد لإن التجربة لسه جديدة وفي حد أصدقائي قالوا لي يعني تروح تعمليه إنما أنا مصمم عليها لإن دي جزء من العملية الديمقراطية ومنتعلم فيها معاوز اللي حين متعلم فيها بالضبط كده فبس اسمح لي يا خيري شويد محوزات هنا حوالين المسألة تفضل لإنه من المعتاد في مثل هذه المناقشات والمناظرات إنها بتبقى في حدود كلمات في دقائق محددة يعني مثلاً بتبقى حتى على مستوى رؤساء الجمهوريات يقولك مثلاً إن الحد الأقصى للحديث دي خاطئ أو تلت دقائق بتبقى في المناظرات نعم بالضبط وبالتالي أنا أترجعكم إنه إن إحنا نلتزم فيما تبقى لإننا وقتنا يعني كمان علشان لسه فيه معلش خلت ضيوف آخرين بالضبط نعم اتفضل إذن فإحنا أتمنى أن يكون السؤال في دقائقين والإجابة في ثلاث دقائق بس السؤال بقى في حاجة واحدة الله يخبرك بقى الأستاذ هالي ربنا يكرمه قال لي قال لي عجز الموازنة ودي الداخل للدطارة والخصص سوء الجرسة والأستاذة فريدة قالت لي يعني الدولة كلها فلو عنصر بسيط يعني فريس مصر معلش فريس مصر يشرح رؤيتك معلش اتفضل هو في الحقيقة فيه نوعين من الأسئلة في هذا السياق فيه نوع من الأسئلة بتتكلم عن ثقافتك ومعارفك عن معرفتك وخلفيتك وفيه النوع الآخر ما أصرف عن برامجك وما تنوي أنت عاما في المستقبل فاسمح لي أنا أهدي لك يعني سؤال من هذا النوع وسؤال من هذا النوع نفسي أعرف لو أنت حبيت في ثلاث دقائق أو أربع دقائق تلخص رؤيتك لتاريخ مصر اللي فات أو المراحل الأساسية التي مرت بها منذ أولاً يا مصر استقلت سنة كام يا دكتور صلاح يا شيخ صلاح كم لك أنا جاوب حضرتك كم منذ استقلت مصر وحتى الآن إزاي أنت شايف تطور السياسة لها أنا بس فيها سنة دقائق ثلاثة السؤال الثاني الحقيقة أعيز أعرف بعض من ملامح رؤيتك لسياسة مصر الخارجية في ضوء المفاهيم اللي سادت عن هذه السياسة سواء في عصر عبد الناصر أو السادات أو مبارك هما كانت لهم رؤى معينة عبد الناصر كانت له رؤية السادات كان له رؤية مبارك ما قالش الرجل رؤية ولا حاجة إنما يعني ممكن نستشف شوية التوجهات عامة كده لو الله كان له رؤية أنا أحب أسمع منك كده فيعني أرجوك بس سؤال الأول ثم سؤال التاني سؤال الأول خاص بيه رؤيتك لي طيب السب دقائق لشان أنا كده مش ضيوف الأخرين وقتهم دايق جدا بس لهم أنا أتراف في دقائق هو الموضوع عريب طبعا إحنا لا 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 هقيم تاريخ مصر في دقائق فضلي بقول في دقيقتين في دقيقتين لا لا مش تاريخ مصر في دقيقتين عبد الناصر والسادات ومبارك الملك فاروق أنا أعيد رؤيتك العامة شايف أزاي طيب أنا هحاول هحاول بس طبعا ده مش يعني أنا الحقيقة ولازم حضرك تقدر لو تكرمت وخصوصا بقى نتضح إن في صلة بيني وبين حضرتك إنه أنا أنا بالعكس أنا اللي عايز أوضح أكتر يعني أنا مش بحاول أسيب السؤال ده نفسي أوضح إجابته بصورة على الأقل أنا رأيي إنه تاريخ مصر حديث ثم المعاصر إذا افترضنا إنه هو بيبدأ من وقت محمد علي فأنا في اعتقادي أنه كان عبارة عن منظومة من الخدع محمد علي عمل بذور نهضة عبال مجال خديوي إسماعيل كل المدارس اللي أنشأها محمد علي كانت تتقفلت مع عدم مدرستين اللي هم أظون الطب والصيدال لحاجة زي كده اللي هي الخدمية إنما المدارس الإنتاجية كانت تتقفلت فالخديوي إسماعيل بدأ يعملها من أول وجديد أما جاء وقت عبد الناصر بدأ يقول مصر خدعونا وقالوا بلد صناعية وعايزين نعمل صناعية أما مشي في الصناعة وأنا وأنا طفل صغير أتذكر لما قالوا من الإبرة للصاروخ وكنت بنزل نشتري إبرة من الخردواتي نلاقيها مصدية جاهزة الإبرة بنشتريها مصدية جاهزة من الخردواتي ده إبرة الخياطة ولا الوضور؟ إبرة الخياطة وليك من الإبرة للصاروخ والله الإبرة شاريها مصدية إبرة صناعة صنعة في مصر فبالتالي أنا ماشي نتكلم عن قهة وإدفينة والمحلة والغزل والنسيج والحديد والصلب وأنا أكلم حضرتك عن صناعة صناعة منهم بالتفصيل وحجم النجاح فيها والفشل وكله لكن أنا عايز أقول إن لما جسدت وبدأت المصانع دي تتقلص ويبتدي مسألة الانفتاح اللي بيشتري فزدق وبندق ويعمل كده عشان الديون تأتي وأنا عارف إن احتلال مصر سنة 1882 كان بسبب إن إنجلترا تعللت بإن الديون زادت والفوائد الربوية على مصر مش قادرة فجأت علشان تحتلها يا شيخ حازم أنت عديت فترة مهمة من تاريخ مصر صحيح أن لا 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 ما قصوتش أنت نطيت من خدوة اسمعيل عبد الناصر في بينهم إيه كان فيه إيه طبعا ما عشان كده ما تستقلت مصر يا شيخ ما أنا أحكي لحضرتك يا فندم والله يعني أنا بس أنت يعني حضرتك متصور إن الصورة أسرع أنا عايز أقول إن إذا افترضنا إن معاهدة 36 كانت هي التي بناء عليها وصلوا إلى إنه يبدو لا مصر ما استغلشتها 36 لا أنا لسه جوابت حضرتك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إحنا بنتكلم الآن هو أنت حضرتك متصور إن إحنا إنك بتواجه إمتحان شافوي لا لا مش شافوي أنا أرجوك بس أرجوك تعود بس أرجوك أن مصر لا بتستقل إحنا بنتكلم الآن إنه إذا إحنا افترضنا إنه الفترة التي أعطيت فيها مصر الاستقلال قبل إنشاء الجامعة العربية سنة 46 علشان أنا بس حبيت أدي حضرتك إن معاهدة 36 التي ألغاها النحاس بعد كده ومسألة القتال في القناة اللي جاء بعدها لمجرد إنشاء جامعة الدول العربية من سبع دول علشان يتحولوا إلى إنهم الممثل العربي أنا شايف إن دي خدع أنا عشان كده قلت لحضرتك إن ده من ضمن مسلسل الخدع التي مرت بها مصر فإن المسألة بالعكس واضحة ووجود الإنجليز حتى تقلصهم من القاهرة للقناة نفس الكلام كانت ما هي إلا خدعة حتى 56 أنا شايف إن مصر احتلت مرتين مرة في 56 ومرة في 77 فبالتالي أنا عايز أقول إن سواء تاريخ الاقتصاد أنت بتقولي تقييمك لتاريخ مصر منذ قيل إنها سوف تستقل وبعدين أعطيت الاستقلال لمجرد إنه ينشأ بيها جامعة الدول العربية سنة 48 لا ما لهاش علاقة أنا شايف إنه لاه علاقة ده رأيي ما هو رأيي حضرتك دايش يكون تقييمة لا ما عنيش مصر لم تستقل ساستة وتلاتين مصر استقلت قبل كده يا فندم أنا أنت حضرتك أنت مش بتسألني أنت ترشح نفسك رئيس جمهورية مصر بأسألك متى استقلت مصر أنا أسألت السؤال أنا مش هجاوب ما أنا قلت حضرتك أنا مش هجاوب أسئلة أنا بكلم حضرتك عن رؤية لتاريخ مصر أنت بقول لي رؤيتك بسيط خارج إنما لو ما هو أنا عشان كده أنت أصبحت مثل دولة مستقلة وعضو في عزمة الأمم ما هو عشان كده أنا بقول لحضرتك أنا مش هجاوبك أنا واضح في هذا طيب يعني أنا أنا أرفض أنه مبدأ زي ما الأسئلة وأشكر الأستاذ هاني طبعا أنه هو أنا مش في مقام أنه حضرتك بتوجه أسئلة لا لا وأنا بجاوب لأنه ده شيء غير أو أقول لحضرتك أنت متصدي لمهمة أقول لحضرتك بوضوح غير لائق وطبعا ما يصحش أصلا أنا أقول كده كمان أصلا غير لائق بمنقشة ثقافية أنها تتحول كما لو كيت كده لأن لو حضرتك سألتني وأنا سألتك بهذا القصد إحنا بنحط كتير من المستوى الثقافي لأن إحنا نتكلم بصورة ثقافية بين اتنين بيتكلمهم أنت بتقولي ديني رؤيتك لتاريخ مصر بالكامل أنا لما أجي النهاردة وأقول أن مصر مثلا سنة 1919 كان إيه وسنة 22 حصل إيه اللي حضرتك عايز تعرفها مني دي وسنة 23 كان الدستور ما أنا أستطيع أن أنا أعطيك تواريخ إنما ليست المسألة هاتف لا خلاص أشكرا إذا كنت عايز تقييم طيب شيخ حازم خلينا نكلم في جملة عن السياسة مصر الخارجية حضرتك عنوانها شايفها إزاي السياسة الخارجية وده اللي أنا ذكرته أيضا بمنتهى الوضوح وأنا شايف أن جميع العهود المصرية كانت فشلة في السياسة الخارجية لأن أنا أرى وذكرت هذا مرارا أن السياسة الخارجية الحقيقية هي إنك تذاكر الدول الأخرى السياسة الخارجية غير محصورة في أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا والعالم العربي وإنما أنت بتذاكر الدول الأخرى إفريقيا وغيرها علشان تعرف تعمل سياسة اقتصادية سياسة خارجية ولذلك لما جمي يقولوا مثلا عهد عبد الناصر السياسة الإفريقية والتحرر وغيره أنا رأيي لأ لأنه لأن الواقع وطبعا أنا مش عايز بس ألمس الأستاذة فريدة لأنها بس معلش خلاص أنا أقول كده حضريك هتفوتها لأنه مش موضوع بتاع النهاردة لحظة واحدة يعني ما كانش لنا لحظة واحدة لحظة واحدة طيب بلاش للي بقى نصري أنا للأفريقية أنا لسه ما قلت أشعر سيبقى موضوعي فاللي حصل أنه نهاردة لما بنيجي نتكلم عن اتفاقية مياه النيل بنلاقيها بنسميها الحقوق التاريخية لأن المعاهدة عملت ما بين الاستعمار الإيطالي و الاستعمار الإنجليزي فكون إن كان فيه بعد إفريقي لمصر في إفريقيا لم يترجم إلى وجود معاهدة حقيقية تكفلي قانوني في مياه التحديل وبتقول لا والله ده أنا بدل إنجلترا اللي كانت موجودة وبالتالي السياسة الخارجية في رأيي مسألة موازين قوة مش موضوع إن إحنا نشوف زي مسألة العلاقة بأمريكا وإلغاء المعونة إلغاء المعونة مش قضية مصرية بقدر ما هي قضية أمريكية أمريكا نفسها عندها كده وبالتالي أنا رؤيتي للسياسة الخارجية أنها تقوم على أساس ميزان المصالح اللي بيحسب وخصوصا بالحكمة بالحكمة الحكمة البالغة لإن إحنا ما عندناش عن تارية ما أقدرش هدي قرار عن تارية دلوقتي يجيب على مصر حرب يضاف إلى ذلك وده الأهم إن مثلا لما بيجي يكلمني عن محور إيران تركيا مصر أقول له ليه وفين العرب يعني أنت ليه مكلمني عن محور مصر وإيران علما بأنه وأنا رافض مبدأ أن تبقى فيه قطيعة دائمة بين مصر وبين أي دولة كائنة ما كانت ما ينفعش ما ينفعش دايبقى مبدأ إنما تعلم حضرتك أنه في اللحظة اللي أنا هقرب فيها سنتيمتر واحد مكلمة التليفون واحدة من إيران تحدث مشكلة مع دول الخليج والدول العربية ما لم أكن الشخص الحكيم الفاهم المقدر اللي يعرف يأمن ظهره مع العرب ويبقوا عارفين أن البعد والعمق العربي مهم بالنسبة لنا تصبح الخطوة دي فينا ومع إسرائيل نفس المسألة إسرائيل أنا بالنسبة لها أهم بكتير لأنه إسرائيل وقد يصحح لي الأستاذ هاني أنه نسبة تزيد عن 80% من اللي بتاكله وتشربه إسرائيل جاي عن طريق التصدير لإفريقيا بتصدر من المية بتاعتي من الأرض بتاعتي عشان تنزل بواخرها تعرف أنا لغاية النهاردة السيراميك المصري عشان أصدره لإفريقيا بس تأجر سفن إسرائيلية لغاية اللحظة اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي بس تأجر سفن إسرائيلية علشان تشيل السيراميك المصري لإفريقيا إسرائيل تصدر لإفريقيا وتعلم أن الشعب المصري مهم عندها لأنها مش عايزة تفقد شريانها الاقتصادي مدام أصبح في ميزان مصالح أمريكا لها مصالح إقليمية وأنا هاحترمها وإسرائيل لها مصالح يبقى هو وهو قاعد معايا في السياسة الخارجية أصبحت توازنات قوة ولازم هيحترمها هذا هو العنوان الإجابة أنا أفهم هذه التوازنات وأنوي أن أعتمد عليها وقال أن حرف عنها يمين بعنترية وقال أن حرف عنها شمال بانبطاح وإنما هي العزة والحكمة مع بعض اللي تعمل دولة بتتكلم طبقا لأنها ما تجرش خطورة عليها طيب الرد كافي سعديني بقى سؤال يحتاج إلى جملة إجابة أنا عايزة أقول أنه السياسة الخارجية تتحدد وإحنا عيشنا ده 56 لما حصل عدوان السلاسي اتفجرت أنابيب النفط من الظهران لترابلس الغرب ده هو ده الزعامة بتاعة مصر جنوب في أفريقيا لما راح أنت هترد عليه لا لا مش هرد هقول أهمية هقول أهمية عايزة أتكلم على إسرائيل أنا رأيي أن إسرائيل مش دولة عادية أنا رأيي كده أنا رأيي أنها مش دولة عادية أنا رأيي أن إسرائيل جاية هنا لتمنع مصر من أنها تاخد برحة العربي ورأيي أنه السياسات الفشلة بتاعت أن إحنا إسرائيل لا لا دي دولة كده يعني زيها زيها بنت عمنا يعني قدت إلى انفصال جنوب السودان إنما إحنا في أفريقيا دي أفريقيا عمقنا الحقيقي وده كان متواجد ولا يجوز إن إحنا ننكره إحنا لغاية النهاردة الفريق سعديدين الشازي كان طالع مرة في الجزيرة وقال إنه لما راح الكونجو الناس طلعته بالعالم المصري في الكونجو حاجة تانية عايزة أقول إن إحنا عايزين ننتج عايزين ننتج أنا شخصيا مش عارف حكاية الإبرة المصدية بس أنا رحت فرنسا سنة 73 كان كل اللي نعاية وكل المنتجات الجلدية والملابس وكل كله والحاجات اللي كانت في البيتي كانت إنتاج مصري إحنا عايزين صنع في مصر إحنا عايزين صنع في مصر أنا خلاص أنا أعتبر تعليق لا لا بس عمق إفريقيا أنا خلاص مش هجاوبها إلا في حاجة بسيطة أنا أفاهم الموضوع يا أستاذ إحنا مش مختلفين للمرة التانية حضرتك بتتكلمي عن عمق إفريقي كان موجود وأنا معترف بي إن الأفريقى بيحبوا مصر عشان حركات تحرك أنا بتكلم بقى كان عن المرحلة اللي بعد كده إن أنا أستغل ده في إن أنا أعمل إيه حد هما ما عملوش بالظبط ماشي خلاص إنما أنا شايف إنه لا إحنا ملناش عمق أنا بشكركم جدا البرنامج الاقتصادي بس يبعتوننا بعد إذنك حاجة مكتوبة عشان نقرأها عشان نقرأها عشان نقرأنا حسبك عليه إذا ما ربنا وفاقك وكملت أنا بفكر أخلي حضرتك وزير معي عشان ما تحسبنيش أنا اللي حسبك بشكركم جدا بنتعلم من التجربة حتتحدد بقى وقات أكتر شفت قال له إيه حضرتك وزير عشان ما تحسبنيش شفت بقى بداية كويسة ده رئيس خطر ده ده رئيس خطر يا كنت لسه بقول لأستاذ خير بعد الفاصل أواصل مع الشيخ حزم أبو اسماعيل هينضم إلي الأستاذة مارجريت عازل عضو مجل الشعب عن حزب الوافد المخرج والمؤلف والمبدع محمد دياب الأستاذ عام مجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين بشكركم نلتقي بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى أواصل مع ضيفي العزيز الشيخ محمد حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انضم إلي ثلاثة من الضيوف الأعذاء الأستاذ عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين أهلا وسهلا أهلا بس مش أستاذ انت يا عمي لم أتعلم في حياتي دخلت مدرسة علمت نفسي وأنا كبير أنت العلم أم مش أستاذ والله انت أستاذ يعني الله يكريمك والله الأستاذة مارجريت عازل عضو مجل الشعب عن حزب الوافد واللي سألت وقالت للشيخ حازم أنا نفسي تشوفني بعض فين فقال لها أشوف الجنب المحجبات قالت له لا أنا بقعد في وسط السلفيين أهلا وسهلا المبدع المخرج والمؤلف والنشط السياسي وعضو حملة مصرنا محمد دياب أهلا وسهلا محمد أهلا بكم أهلا بكم إحنا لضيق الوقت أنا حافظ الأسئلة يعني السؤال يكون مكتفا والإجابة أرجو أن حضرتك تساعدني عليها يا رب نعم تفضل الحقيقة أنا أقول لي أنت حتيبقى مع مرشح مين قلت مين المرشح اللي حيبقى معاي إحنا لو بطلنا نحلم نموت الفلاحين في خطر زرائتهم راحت وبهيمهم راحت وعمروهم راح وعندهم كبد وبائي وعندهم سلطان النهاردة إحنا أولا بالنسبة للحرية إذا كانوا الكفرة ألفلتر قد أختلف معاك في الرأي ولكنه مستعد أدفع حياتي تبرا لرأيك إزاي إحنا ما نسمحش بعضه وإحنا فأطيافنا ده أنا تولدت أعشاء الإسلام لأن اللي بيخسر بقول قدر ما شاء فعل والكفرة لما بيخسر بينتحر إذن إحنا عندنا شيء جميل أوي لكن إحنا مش عارفين نتواصل حد يشغل نفسه في الدق أو يعصر الجنبية ويطول الخطورة هنا إنه كلهم ما نزلوش الريف أنا حسأل الأستاذ حازمة بسمعين وأنا بحييه وسعيد على قدرته على الحوار أنت حتحل مشكلة الفلاحين إزاي أنت مع الخمسين في المئة عمال وفلاحين أنت مع بنك القرية أنت مع التعاونيات أنت مع الفلاحين هل الفلاحين منهم ممثل في مجلس الشعب وأنا بدعوك تحورني مع ممثل الفلاحين في مجلس الشعب بس أبقى لوحدي ما تجيبش عشرين محاور وتقول لهم وقتك دقيقة ما ينفعش أنا جاي من حلقة خمسين نص ساعة يعني طلعت من هنا دخلت هنا لأن حلم مصر وهم مصر أنا بالأكسن بالله أنا نفسي أبقى شمعة التحرق تنور للبلد خدنا شوية وقت كمان تقولي اللي أنت عايز سؤاله عنده شيئت حاجات بنعم أم لا خلينا ابتدي بيهم حضرتك مع الخمسين في المئة عمال وفلاحين في البرلمان القادم أولا يا عم عبد المجيد الله يكريمك أهلا بيكم أنت عارف حضرتك أي حد يحددوله نسبة ده مين؟ ده اللي ما يسويش أنه يبقى زي التانين فبيحموا الضعيف يوم ييجي مثلا يقول أنا هدي للمعوق لأنه مش زي الصحيح أو هدي للضعيف لأنه مش زي القوي أو هدي للأقلية لأنها مش زي الأغلبية إنما لو قدرنا نعرف إنه فعلا أقدار الناس وكرامتهم لازم تكون مصونة مش ممكن هنعتبر إن النسبة دي نسبة مكرمة دي نسبة بالعكس بتقولهم أنتوا بقى لكم ستين سنة ما تساووش أنه تخشوا زي غيرها طب حسألك سؤال كبال على طول اللي بيخش باجلس الشعب بيصرف كام الفلاح ما معاوش أجرة السكة لغاية القاهرة تمام أجرة السكة هو عايز يقول لها حارتك السبب أجرة السكة لغاية القاهرة أنا في قرية النهاردة ميت واحد عنده عشر بهايم اضربهم في خمستاشر اسمه إبراهيم في قريةنا إبراهيم كيحر ولا بحكومة ولا طب ولا حد راح له ولا مرشح للأس الجمهورية أنا كان نفسي ينزل مرشح النهاردة والبهايم بتموت إحنا نعمل صندوق للكوارث من جيوبنا عشان الناس دي عمرها راح تمام الفلاح ما معهوش أجرة السكة يروح القاهرة أنت بتقول لي مش معاق صحيح ومش معاق صحيا ولكنه معاق مديا معاق معنويا معاق تعليميا اللي بييجي القاهرة كانوا بيختفوا طقيته وهزقوه حلم أفلام كلها قال أنا مع البنك وضد هو راجل موجود بتاع تأمينات وخري الجمعة ودخل فلاح هو الفلاح عبارة عن إيه الفلاح الذي يعمل بإيده ولا يتعلم ولا يملك أنا بقول فلاح على فكرة أنا عامل أنا عامل اتحاد فلاحين لملك ثلاث فاديدين في أقل شوف دول حلمهم إيه في مصر وهم دول تسعين في المية وصل يا أم عبارة مجيد هتقول لي يبقى عدوا من بالشعب وهو كده إنت أقلتين إن فلاح معاقش هيسكت زي زمان لا رئيس ولا غيره حتى قدام الرئيس أنا حقول لك تعالى هنا قول لي أنت بتعمل هل محينو الفئات تفضلين الفئات تفضلوا حدودك بتقول سواء الأقليات لا نرس لك يعني بنقول إن إحنا لو عملنا تمثيل يعني الأقليات أو الفئات إنهم أقل لا ما هو فيه موروس ثقافي في المجتمع بيهمش بعض الفئات فلازم تعمل لهم كده أو لازم تعمل لهم استثناء أو أغير الموروس أو أغير الموروس بس تغيير الموروس ده أقدروا الصلاة وحسيح أقدروا الصلاة وحسيح أشكرك لأنه حضرتك رأي الله به برافو عليك تغيير الموروس لا حدتك تغيير الموروس هياخد وقت طويل طب نعمل إيه وإحنا ماشينا بالتوازي يا أستاذة مارجر بيبقى راسخ عند المجتمع شوفي حضرتك ده هو ده بقى جميع الفكرة حضرتك عشان تغير الموروس لا لا عشان تغير لا عشان تغير الموروس ده يبقى لازم تدي نماذج حسنة للمجتمع مش هتغيره بالفكر إلا بعد فترات طويلة طيب اتفضل يا فد أولا يا عم عبد المجيد أنت كل ما هتقلطعني هوافق لا ده أنا تحت أمرك أنت بإزاي كل ما هتتكلم حسن فلاحي ما تكلموش خالص وإنت رحت حلقة وما خلوكش تكلمت كتير فأنا مستعدة عوارك لا 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 يكربك لا 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 يكربك لو يعني تكرم خلتني أجوبك هكون شاكر جدا تحت أمر شوفي يا سيد أنا زي ما الأستاذ الحقيقة وده أنا بشكرك جدا لأن ده تقلق ذهني الرئيس مش شغلته أنه هو يخلي الضعيف ضعيف زي ما هو وغلبان زي ما هو وما عندوش أجرة القطر زي ما هو والتاني بيصف ثلاثة مليون زي ما هو ما يبقاش رئيس ده الرئيس شغلته أن يغير التفاصيل اللي حضرهاك بتقولها دي لأن أنا 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 فلاح أنا من قرية وأنت حضرهاك أنا من بهرمس مركز مبابا جيزة لكنك عايش في أرقى لكن في الخير يا فندم ده سكني لكن لازلت قريتي إيه دي طلع من الغيط ولا يزال عندنا أرضنا وكل حاجة أنا ما قدرش أقول وحيد لأني مش عارف بس أنا لازلت وإذا روحت كذا ما كان ممكن بعد اللقاء أقولك فين وفين وفين وأقاربي من عائلتي في نقابة الفلاحين واتحاد الفلاحين سواء ده أو ده أنا عارف أنه ده الواحد وده الواحد موجودين فأنت ما تصورش أننا واحد يعني إحنا لا يزال عائلتي سكن هناك ولنا أرضنا وحياتنا هناك حتامل إيه سيار فبالتالي كلمة منزلش الريف أنا مطلعتش من الريف وأنا ولا يزال وأصدحنا بلدنا قريبة فالمسألة يعني أنت مش متخيل بس تعال معي النهاردة أنا عزمك على العاشة هناك الله يا كريم سواء برضو برسا يعني التدخل ما عليش اسمح لي هو قصد أنك رئيس الجمهورية يشوف الناس يشوف البلاد اللي عندهم مصائب أكتر من أن لأن دي بلدك في الفلاحين ما هنا أنا بضرب له مثل أنا ذكرت الحضرات في مقدمة البرنامج الأماكن لا لفتها في الجمهورية يعني أنت مثلا عارف المعزة بتولد على قد إيه ولا البط بيتزغط لا المعزة المعزة بتولد على قد إيه عارف هو طب البقرة بتولد على قد إيه طب هو ده حيفرق في إيه في رئيس الجمهورية في البقرة ما هو بقول أنا من قرية آه أنا من فلاحين بس ما عرفش أنا عندنا كل حاجة بتولد على مدة الحمر بيولد على كام الجحشة الجموسة اللي من قرية يعرف الحاجات دي يعني حييه لو ما كانش من القرية بس من القرية وما يعرفش الحاجات دي. ما كانش فلاح. لحظة واحدة. ده احنا هنتخانك. انت حضرتك مش مصدق. لا لا خار. خار. انا عندي سلفي في القرية ارشحه رئيس جمهورية. اكسم بالله. ابراهيم مصطفى تعلب. ابراهيم مصطفى تعلب. ولو كنت تعرفه الراجل ده. لو نزل رئيس جمهورية انا حامش اعمل له دعايا وهو سلفي. يا عام الحج عبد المجيلة كنت مبسوط منك قبل كانت قاعد تجامل اصحابك. الله معي ولا ايه. خلي لك سويش. لا خار. خار. فانا عايز اقول لك انه الكلام اللي انا بحكيه لك ده. ويعني وعلشان برضو تبقى انت عارف لو رحت السبخوية مركز بلقاس محافظة الدقاهلية. او رحت الظهرية مركز شربيل محافظة الدقاهلية. او رحت بهارمس مركز محافظة الجيزة. او رحت اماكن تانية. قلوهم ما علاقة حازم صلاح اب اسماعيل بالناس اللي هنا. بالارض اللي هنا. طب هتعملوه ايه يا ستر. ما انا عايز اقوله بس عشان ايه. طيب. وضعين تهدى شو ما تجملش اصحابك. طيب. خليك الابراهيم كيحل ومصطفى عبدو. طيب. طيب. تعال بقى اشوف انا بالنسبة لمشكلة الريف هو يتصور في حدود اداؤه وبيتكلم عن اللي حواليه. انا قلت ايه? وطبعا انا مش هادر اقوله لان انا عمر يتعلنت وش هادر اقوله روح شوف. انما انا ذكرت تلات اربع نقاط. لما هقولهم دلوقتي انا اعلم ان هما بالنسبة له هيضصت منهم لانهما شريان الحياة. اولا انا ذكرت ان المصريين في الخارج فيهم ناس يعني مش مالتي مليونير اكتر من كده بكتير مبالغ ضخمة جدا. ونفسهم يخدموا مصر ومش عارفين يخدموها ازاي. فبيجي واحد يبني بيته هنا هنا جامع هنا مصنع يعمل حاجة زي كده. فذكرت انني سوف اعيد شعار الارض لمن يزرعها. ولكن مش هاعيده بالطريقة اللي اتعاملت قبل كده وعملت ضغائن بين اهل البلد الوحدة وهو يعرف ان اهل البلد فيها من كان يملك ومن كان يستأجر وان الضغائن موجودة. لا. قلت ان المبالغ لو عرفت اجيب كل عشرين مليونير او مالتي مليونير او ملياردير مصري من اللي برا اللي بنشوفهم عندهم ميناء كاملة بيتسفنها وبواخيرها يملكها. كل عشرة كل عشرين اسميهم رعاة لقرية. مش محتاج من المليونيرات المصريين برا. الا مثلا ميت الف خمسين الف واحد. كل عشرة منهم رعاة لقرية. واحدة. هم مسؤولين عن القرية دي. مش مسؤولين عنها يدولها صدقات. مش مسؤولين عنها. لا. يعملوا ايه. هانشئ بنك القرية مش بالطريقة اللي يعرفها عام الحج عبد المجيد. لا. بنك القرية بمعنى اللي هو انه يشتري الاراضي الزراعية اللي تفتتت وهو عارف الى القراط وال والسهم والاصبة واصبح مفيش خالص. نرجع نجمع الملكيات الزراعية ويتولى واحد فلاح ياخد تحت ايده عشان يعرف يصرف. عشان النهاردة بيتخنقوا على الصرف المغطى المؤجر والا المستأجر والا يدفعه. هيستفيد انه هو اصلا نمر واحد. نمر واحد هو بيعرض كده. هو نفسه يخدم. هو عنده اموال زكوات. وعنده اموال صدقات. وعنده اموال مستعد يخدم بها بلده. واللي بيرجع من برا بعضهم من بلد بيصرف في البلد دي مبلغ كبيرة جدا في قريته. طب اذا انا هروتك احتمل بلد في قرية. لا بس لحظة واحدة انا مش هعمل بيه بقى صدقات. انا هحاوله الى بنك. نعم. يقرض الفلاح تمن الفدان الحر. الفدان ده بكام بتمانين الف هو مش هيقرض الفلاح. هو هيشتري الفدادين ويدي الفلاح ده خمس افدرة ويترجع نلم الملكيات الزراعية تاني. بحيث ان الفدان يبقى عنده ارض توكله دخلها ما يكفهوش. بس هي ملك مين? هي ملك مين? هي صارت هو شريهة بقرض من بنك القرية اللي مولوه المصريين في الخارج اللي مستعدين لكده. انا شفت بتوع امريكا وكندا واوروبا شفت والقطريين والبحرانيين والاماراتيين مصريين يعني اللي عايشين هناك. مستعدين بيقولك مدام بدل ما تدفع اموال وقف سميها الوقف الاسلامي. والزكاة الاسلامية عشان واحد تقوله خدت غده وخدت عشا. لا اشتري الارض الزراعية وجمع الملكيات يعود الفلاح. مالك للارض ويكسب من وراها ويسدد تمنها للبنك اللي اقراضه على البراح تلاتين اربعين سنة. اشتري الارض من ايه? اشتري الارض من ايه? يا فندم لحظة. ده الناس منوها الوقت. ما بقاش ارض. ده موضوع تاني لا ما تدخلنيش موضوع تاني لحظة واحد. احنا بتكلم عن الارض اللي لسه موجودة. المبنية دي. اللي فين هتت? اللي فين هتت? طيب. يا عم الحمد. الارض اللي فين? انت ما فين? انت منين? انا منو فين. طيب ما فين ما عندكش ولا فدن. في فاة وفي ارض مبني عليها. ما فيش حد عنده ارض وافرة. الارض دلوقتي بقى كل واحد بينه بقرات. يا عمي. ما انت مش واخد بالك من صحة الارض في الريح. ده انا اللي قيل الكلام اللي انت بتقوله قلت لك ايرات ايه? ده في ايرات وسهم وقصبة. طب هم هيشتري منين? اللي هيشتري المستثمر اللي جاي من بره ده. هيشتري ارض منين? هيزرح فيها الفلاح. اقول لحضرتك. تركب عربية. وتمشي على الطريق. تلاقي ارض زراعية. بتاعت مين دي? بتاعت الحج فلان. عايز يبيعها? لا مش عايز يبيعها. ومش هيبيعها. اه. طب حلوة قوي قوي قوي. بكامل الارض دي. الفدان بكام. اه. لو انه مستعد انه هو اللي عنده خمس تسهم ويرات وعنده شوية مش الملكيات فتتت. لو عرفنا نقعد نلملم الملكيات دي بالشيرة الحر. وتتحول لملكيات حقية الفلاح داخله هيبقى رائع وفلوس موجودة. هي فكرة صعبة صوية. يعني فكرة. مش صعبة لانها موجودة وبيكلمي عالتعاونيات. يعني اللي عمده اولا تبيعه. التعاوز تليم المساحات الزغيرة. تخليها اقطاعيات يا ابتاز. اختعت ايه ده انا هملكها الفلاح اللي خد خلق. انا هتشتريها من مين عشان تملكها الفلاح. انا قلتها كده مش ممكن تعرف الاجابة بقى. طيب. 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 انت هتشتريها ما حدش عنده ارض انه. طيب. انا عايز اوقف ده لان الوقت الاسف مش هيسعفني انا خدت الوقت. والله بهم لك اقسم باللقمة يا مجادلة. طيب. طيب. انا بس بس اقل على. مفيش حد عنده. احنا عندنا مشكلة. الطلب المعروض أهل من المطلوب أنت بتتكلم كتير من غير ما تسأل من غير ما تسمع الإجابة اللي أنت سألته طيب حيشتيني الأرض من مين يدهل في اللي أنا هقول لك هو أنت ما لك كده أنا مستعد دعود أسمعك والله هو أبقى سعيد طيب ده بعد الهوى آه بعد الهوى بس أنت لو عايز تسألني لازم تخلينا جاوبك طيب النهاردة بيجي واحد جد والله يرحمه خاد من الإصلاح الزراعي خمس فددين ولا ثلاث فددين ومات الجد بقى عنده ست ولاد كل واحد خاد فددين ومات الأب بقى كل واحد خد له إرافات بس تبنى على نصهم شحية تبنى على نصهم وفضل ربعوهم ففضل عنده في الآخر ايه خمس تسهم ست تسهم اللي يسهم اللي عنده دول ما يوكلوش عيش ده بيقعد طول السنة لو جابوله ساعات ألف جنيه بقى كتر خيره فلما تيجي النهاردة الرجل ده لو فعلا استطعت إنك تجمع الملكيات مش تديها للإخطاعين زي ما الرجل بيقول ترجعها لنفس الفلاح نفسه الغلبان اللي عايز الخمس أفدينه عشان يعرف يعمل عليهم تاخدها منه وترجعها دي فكرة محتاجة تتحطى على المحاكم لا تاخدها من الفلاح وترجعها له طيب ما أنا بقولك هتاخدها من حسن تبيعها لحسيني وم حسيني جمعاه اللي هتاخدها منه حيروح فيه ما احنا عاودين نسكنه عشان يعينه انت مش عايز تسمعني طيب ممكن ممكن وقف انا قلتلك اشتريت انت مش عايز تعرف هؤلاء ما هو ما فيش عرض حد يشتريها ما هو ما فيش فايدة عنها أنا بنيف في القرى انا مع راشة جاوب غير اللي هيسمع الاجابة طيب شيخ حازم فمش هيعرف من نسبة لخمسين في المية عمال وفلاحين حضرتك شايف انها تدريجيا مع تغيير الثقافة لابد ان النسبة دي خمسين في المية عمال وفلاحين يا استاذ خيرين احنا كان عندنا نائب عظيم اسمه فكري الجزار نعم دخل قدامه اي واحد في قد كان يكسبه كان عندنا نائب عمال وكان عندنا الشيخ عشور يدخل ده عد يكسبه وكمال ابو عيطة ابو العز الحريري حتى وكمال ابو عيطة نعم فيه عمال الدكتور السيد علي السيد الذي كان عاملا وحقيقة حصل اذا حضرتك مش مع الاسترار على نسبة الخمسين في المية لا يمكن اهين ابويا وامي وخالتي وعمتي وعمي واهين واقوله انت مش هتدخل مجلس الشعب لانك بجلبية وعمة غير لو فضتلك الحتة زي ما الثورة عبد النصر ما افل دوائر على اعضاء مجلس قيادة الثورة عشان لو تنفسه حد هيسقطه وكان موسى صبري وهو صحفي مسيحي كان ضد واحد منهم اللي هو مجدي حسنين افلوا الدائرة على مجدي حسنين عشان يكسب انا مش ممكن اخلي الانسان يفضل مهان ويقول لي مش لاقي اجرة قطر وازاي يفضل كده دول النهاردة العامل والفلاح اللي كان بيخش الانتخابات في بلدنا في بلدنا اولاده بسم الله ما شاء الله بين دكاتر اسازة جامعة ومستشارين وده قضاء وزباط وغيره لازم اكرمه اكرمه صحيح ويملك الكفية طيب انت في حزبك حد فلاح نيجي عنده خمسة قريط في حزبك فلاح نيجي عنده خمسة قريط في السلفيين حد نيجي عنده خمسة قريط وانا مالي ومالي السلفيين همالي انت مالك وماليين انت انا مربي دأنك ليه النهاردة ايه ده مربي دأنك انا ما بشغلش مشكلتي بمهمة الحلاء اربيها وحلاءها دي مشكلة من ابسط السنة يعني مش دي مشكلة عندي خالص وانا في طور التوب ولا في اسره انا في موضوع السياسات اللي حيحطيه لخطة للانقاذ مصر انا عندنا فلاحين بلا ارض وارض بلا فلاحين طيب اسمع مني اقول لك في نص دي لان الاساس خيري هيعترض على هذا انت عارف حضرتك هو متصور للمشكلة الفلاحين تتحل زراعية عند وزير الزراعة مثلا او اتحاد الفلاحين او النقاب مشكلة الارض الزراعية والفلاحين في مصر في تلت وزارات تانية خالص اولا في وزارة زي البحث العلمي وزارة البحث العلمي دي يقدر الفدان اللي بيطلع له مثلا في وزارة الصناعة لانه هو عشان ينقل الاسمدة وحتى الجاز اللي بيوصله اللي مش عارفين بالزبط دي منظوم الدولة الزراع الزراع والري انا عند نقطة واحدة يدف برنامبو نقطة واحدة انت عارف ايه احنا عندنا عاوزين نعمل قرى بديلة احنا الارض داقت والناس بنوا عليها عاوزين نروح سينة وعاوزين نروح تشكة وعاوزين نروح تغير الصحراء والرجال ان اعمال يشتروها انا مراك تتواخد موقف منك قبل كده انت تكيل اه دا يال عظم دي انت كلام بي اقولك عليه دا قديمة انت لو قريت اللي انا كاتبه انا عامل مشهور من خرى البديلة في ست مناطق زراعية في مصر في الصحر الغربية وفي سينة وفي السهل الشمالي انه تنشف تأخذ الكلمة غلابا حتى توظل حاجة ثانية معلش يا فاني غير الزراعة انت السودان انت حضرتك تعلم انه وزير الزراعة اللي فات مطلع قرار عشان تيسير زراعة السودان الاهرام نشر للشهر اللي فات انه وزير الزراعة الجديد لغى القرار وما اصبح خلاص زراعة السودان تبقى هتزراعها الشهر اللي فات وتلغي زراعتها ست مناطق زراعية مصرية بس انت مستمعتنيش قبل كده طيب باستاذة مارجرت اتفضلي في الحقيقة يعني طبعا انا اشكركم ان انا لا انا حاسف ان صهرتك واخرتك وانت من الساعة سبعة الصبح في البرلمان صهرتها ايه وصف خير ما انا صهرون انا كمان هي نائبة في البرلمان نائبة في البرلمان دي تسهر اللي حاسف في مصر ده ينام ولا النائب ينام في الحقيقة لغم ان انا فعلا ما بحبش اتكلم عن الملف الطائفي اطلاقا وده معروف عني ودائما اقول انا من مصر انا مصرية اصيلة اتربيت على الوساطية الاسلامية ومحبة المسحين لكن في الحقيقة في برنامج تسعين دي يوم تلاتة تلاتة 2012 سمعت استاذنا العظيم بيقول ايه قراهياتنا الشديدة لا اي دين يخالف الدين الاسلامي سواء دين ارضي او غير ارضي ولكننا احضر drawn ان احنا نقبله لان دن امرنا بكده يعني انا ما اعتقدش ابدا ان الاسلام اللي احنا نعرفه اللي انا شخصيا كان مسيحية اتربت عليه انه بيقره اي دين بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم اتجاوز قبطي يقرهها ازاي يعني انا مش عارفة اقرب الناس اليكم موادك وانا النصارى في الحقيقة يعني مقولة يعني زعجتني جدا في برضو برنامج اخر سمعت وبيقول لا احنا هنفرض الجزية على المسيحية جزية ايه وفي انها عاصر وفي ان اذا كان الاصهر الشريف لما طلع فتوى قال ان الجزية دي كانت في وقت احنا النهاردة يعني مش ممكن تطبق او يعني مش هخش معاك في جدال ان المسيحيين الجزية ما هماش يعني ما هماش اقلية وما هماش وفدين على مصر مش هخش معاك في هزا الجدال وسمعتك برضو في برنامج اخر بتقول انا حفرد اه طبعا ده رئيس الجمهورية حضرتك الوحيدة ده رئيس الجمهورية انا عايز اشكرك لان حضرتك الوحيدة من ساك ما بدأ اللقاء ده ما عدا عم الحج عبد المجيدة عشان قاعد وهيزعلي التي بتقولي كلام موثق وانا احترم المرء الانسان طيب الحلقة التالتة وفي الحلقة التالتة حضرتك بتقول سافرد الحجاب على المسيحيين واتمنى ان مصر كلها تبقى منقبات ودي في قناة التحرير يوم خمسة تمانية الفين ويحداشر كفاية قوي دول ده 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 ثلاث حلقات هقول كتير اصلا ثلاث حلقات يعني الرد عليهم كفاية طيب ولانهم هياخدوا في دقيقتين طيب اسمع كمان محمد دياب علشان يبقى حضرتك بترد وقت لا لا استوفي لا لا خليها رعدها لا لا استوفي بس حساجن حضرتك لا يزيد الرد علي اربع داعة مستحيل لا بقى انا وقت بالاسف هتضيع لي مش مش ناخبين دي هتضيع لي حوالي كزا وستين واحد في الحملة مسيحيين معايا طيب حضرتك هتقول اه او لا حصل او ما حصلش وحصل لي بصي كيف تكسب ناس اخرين بالضبط برافو عليك فضل هو كده برافو انا الكلام اولا اللي حضرتك قلته كله ده انا اشكرك على الطريقة انه هو مسند الى مصدر بس هو كله مش صحيح وهقول لحضرتك ازاي انت صادقة يعني انت ما بتقوليش كلام غلط بس انا هقول لحضرتك اولا انا ما قلتش ابدا ان انا اقصد كراهية المسلم للمسيحي لا انا كنت بجاوب على سؤال بيقول ايه بيقول الاسلام دين والمسيحية دين هل الدينين دول لازم يبقوا دين يعني حاجة واحدة فقلت لهم لا الوطن هو اللي يجمع بين الاتنين والدليل على كده ايه ان لما انا اسأل حضرتك من هو المسيح بتقوليلي هو الله كما اعطل لحظة 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 لا شأن لك في هذا برافو هو ده اللي انا قلته بقى لا شأن لك في هذا هو ده اللي انا قلته ده انت اعتقادت مخالفي ده استاذة مرضو انا احترم انا بقول لحظة لحظة لك انا موافق عليك ده نفس كلامي طيب انت ما بتقوليش كلام مختلف اوكي انت انا لما اسألك انت شوفي قلت قلت لا شأن لك بهذا هو ده اللي انا قلته ايه قلته ان انا لا شأن لي بانها فانا لما تسألني من هو المسيح اقول عبد الله لا يمكن من يقول على المسيح اله يبقى مبسوط من كده فقلت ان مم انا لا شأن لي باعتقادك وانت لا شأن لك باعتقادك يا استاذة طب اه خلينا نسمع بس لان انا فعلا الوقت خلاص فانا قلت ايه فاللي حضرتك بتقوليه ده هو اللي انا قلته ان ده معناه انه كل واحد انت مش هتقول عبد الله بس انت هتقول روح الله لان يا استاذة طب ما عليش احنا اتفقنا انا معك الحق استاذة مارجرد احنا ما بتناقشي عقائد بعض انا بقول لحضرتك بس بصحح معلي احنا ما بتناقش عقائد بعض حضرتك حضرتك عندما اتحدثت على الكراهية حضرتك بتصححي لي عقبتي انا شخصية العلف شكر انا مصري لأ فكرة كراهياتنا شديدة حدرتك لم اقول مولتش كراهيات المسلم المسيحي انا قلت كراهيات لازم اجاوبك لازم لما حضرتك اسأل خليني اجاوبك لو سمحتي خليني اجاوبك من فضلك احنا احنا ممكن يعني طيب انا بس ما هو لازم تحضرك بقى تحاصر السؤال اصلا لا يخليك انا عايز احاصر السؤال انا لا اعرف ان يوجه لي سؤال ويبان انه هو طيب حروتك بتكلم عن كراهية المسلم فانا عايز اقول اللي انا قلته هو اللي حضرتك قلتي دلوقتي انه لا شأن لك بعقيدتي بالضبط وانت لا شأنه وانا لا شأنه لي بعقيدتك هو دل اللي قلته ان ما فيش شك ان كل عقيدة مش مستعدة تؤمن بالعقيدة الاخرى لكن دا لا يمنع ان الوطن الواحد يجب ان ادافع وانا تارك وصية الابني قلت له له الداس على حق مسيحي واحد ان شاء الله في نص درجة مجموع وقمت ادافع عنه فقتلت فانت شهيد في سبيل الحق فاذا انا لا يمكن اقول كراهية دي ابدا انا بقول اللي قلتيه انت ولم اقول هذا ابدا وانما بقول انها مسألة مواطنة بين مسلم ومسيحي وبالتالي انا وانت حضرتك متفقين تماما ما فيش ولا اختلاف تعبيرك كراهية فاندي مورد بالفعل على لسانك ما انا بقول لحضرتك انا لما ذكرت لما ذكرت بقول ايه انه انا ممكن اصليهية كي الموضوع حوالي الموضوع فاقول له انا ممكن اكره وجهة نظرك وانت تكره وجهة نظري اكره ما تؤمن بيه لكن بضبط لكن ليست كراهية ليست كراهية بشرية فانا كنت بحبي تفهمهم لانه بيسألني لكن انت تحب المسيحي كانساب انا لا شك انا لا اكره ولا احبه انا اختلف معك ولكن انا احبك لا 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 انا اختلف معك يا استاذة مارجريت هو نص سؤاله عن كده في الامور العقيدية لكن احبك طيب بالنسبة للجيزة يا حضرتك انا اللي جايب التعبير ده من عندي ده كان نص السؤال هو كان بيسأل عن الكراهية فقالتوه انا قد اكره الرأي المخالف او العقيدة المخالفة لكني لا يمكن اترجم هذا الى وجود بيني وبين مواطني شيء ولا زيك انا بقول لحضرتك رأي ورأيك واحد عمري ما قلت كده مطلقا ولا مرة ده اللي بيحصل ايه لا قلت الجيزة انا مش ما اقول كده انا اقيم بالمهمة اهو اديني فرصة علشان دياب خلاص انا اتفضل فضل وبعدين طب خلاص ايه مش هتكلم انا ده قلت ما قلتش معارضة انا اللي بيحصل ايه اولا انا صدقني حضرتك انا شديد الاعجاب بحضرتك النهار ده ان انا يعني بس سعيد جدا بك والله ربنا يكلمك الحقيقة اللي بيحصل في البرامج الاخرى كان قادي ان انا اتكلم برنامجي مسلا اتكلم عن خمسين نقطة يروح مقدم برنامج سايب الخمسين نقطة اللي انا نتكلم فيها ويسألني عن نقطة رقم واحد وخمسين اللي انا عمري ما اتكلمت فيها ابدا فييجي بعد ما اتكلم في كل حاجة يقول لي طب وما رأيك في الجزية انما انا عمري ولا نزلت الجزية في برنامجي ولا قلت الجزية ده انا اجابات عن اسئلة بيسألها في موزيع وبالتالي هذا ايضا غير مهم طيب النقطة التالتة بتقول يا استاذ خيري يا استاذ مرجت انا بجوبك تبقى ارجوكي لان انا مش عارف حامل ايه يعني انا حيطاع علي الهواء ولسه دياب ما تكلمش بتقول لي فتوى الازهر في هذا الشأن بتقول لي انت قلت الجزية مع ان فتوى الازهر كذا انا اصرح لحضرتك اهوت وده يبقى كده اتفاق وعهد اهو انا بقول وانا لسه مرشح انه ما يفتي به الازهر هو المؤسسة المخولة جميل اشكرا اشكرا عارفة لو سمعت كل اجاباتي هتشكريني على كل اجابة لانه ليس هناك ولا حاجة من الكلام ده حردك قلت انستفرض الحجاب وتتمنى على المسيحيات ومصر كلها تكون منتقبة انا قلت اتمنى مصر كلها تكون منتقبة مع المسيحيات حرام عليك يا شيخ انا قلت هتفرض الحجاب على الجميع وتتمنى ان مصر تكون كلها منقبات وحتى لما اتكلمت قلت مالعادرة مريم كانت ومحرين انا قلت مش معنا كده نحن هلها دي امية خاصة فعلا دي امية طيب استاذة والله العظيم انا حارف اسأل انتي حضرتك بتعملي كده في مجلس الشعب والدكتور الكتاتني بيسفك وتيقعدوا مش تشوشو على بعض حضرتك بتتمنى دي امية ملهاش دعوة بفكر او بسياسة رئيس ان مصر تبقى لكلها ستات لبسة نقاب لا 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 خالص طيب خالص انا كنت بقى اجاوب عن السؤال بيقولي طب النقاب ولتقولي يا رب ان شاء الله مصر كلها تبقى منقبة يا رب تبقى كلها محجرة العزيب بسيبس حريات الناس انا مقدرش اقول لي واحدة لبسي النقاب ولا لعي النقاب هي حرة بالضبط ما فاقتر الحريات كلهم بتتصور ان يا رب تبقى كلهم منقبات يعني المسيحيين هتبقى هرقب المسيحيين يا سيدي ومال وهو ده مش عيب انتو حرين بقى اتنقبوا انتو الواحد بمزاكوا لكن انا مش هنقبكم دياب دياب مبدعنا الجميل اتفضل يعني بلاش كلام ما قلتوش الله يخليكو والله ده قلتو موسقه اتفضل 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 ازاي حضرتك اولا الله يخليك ازاي علام منك بس ازاي بعض ليه ثلاث بقى من ايام ما كنا بنتقابل ازاي حضرتك احنا كان لينا واندي وجهة نظر مختلفة وطرعة هي اللي هي في ايه انا مش هنقول بقى انا بس هنوه على الحتة دي كان ليه لقاءات متعددة مع الشيخ حازم في حكاية اجتماع مرشاح الرئاسة وكان لينا لقاءات كتيرة قريبة يعني فانا انا اتشرفت ان انا تعرفت عليها نقرب وعايز اقول النهاردة انا طبعا مشفق على حضرتك من الست يعني غصبا عننا كل واحد بييجي غصبا عنه بيبقى جاي مش هقول بانتقاد بس بالحاجة او الاتنين طبعا عايز يناقش اه مشفق علي يا راجل ده انا سعيد سعادة والله انا ما سعدت من ساعة ما بدأت الموضوع ده ببرنامج زي ده طب الحمد لله يعني سعيد سعادة بالغة مشفق علي يا ايه شد حيلك ما يهمكش طب دايب بس انا اسمح لي بقى يعني احطك في بروازك الجميل اللي تستحقه ده من اذاب حضرتك الاستاذ محمد دياب فعلا انا مكنتش هقول لكن انت حر هو واحد من الشباب الذين كانوا سببا في انهم تحركوا وجمعوا مرشح الرئاسة في توقيت ما لكي يتفقوا على طريقة لمواجهة الموقف في مصر وهي الاجتماعات التي اختلفت فيها مع اخواني فضلاء الاخرين ولا شك ان انا شايف انه الحمد لله ربنا جعلها سبب عز كبير لي لانه تضح ان كل ما قلته في هذا التوقيت هو الذي تم فانا بنتهز فرصة واشكرك واشكر الستة الاخرين وهيجي يوم يتقال دول عملوا ايه الحقيقة وربنا يبارك فيك الحمد لله تضل ايديا بتشكر جدا لحضرتك اولا كلمتين بس مختصرين اولا موقفك الثوري هتلاقي الثور معظمهم ممسون جدا من موقفك الثورية جدا انا رأي ان حضرتك رجل لا تقبل الحلول الوسط دي مقدمة ان في حاجات كتيرة جدا رغم ان حضرتك ثوري والمفروض يكون الثور كلهم بيحبوا حضرتك سانا هقولك الشارع الثوري عامل ازاي للحظات اللحظات الوحيدة لكتير من الثور بيفكروا ان هم يرشحوا حد من النظام السابق لما بيفكروا ان حضرك هتكون في الاعداء هل ليه؟ لان انا بكلم انا النهاردة نياب عن الشباب الشباب من اكتر الحاجات اللي بيهتموا بيها هي فكرة الحريات العامة والحريات الشخصية فيه رعب عام من كلام حضرك على فكرة انا انا والله بمنتهى الانصاف وانا مش 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 جاي من ناحية اللي هو نفسي اتصاد لحضرتك بس انا لما شفت البرنامج لما حضرك كنت مع قناة التحرير فهمت فعلا ان حضرك عايز تحجب المسيحين اقسم بالله بمنتهى الامانة ده لانا فهمت وكويس ان حضرك النهاردة اه وضحتها لنا يعني. كويس ان انا بقول لك انا فهمتها بازال معنى. لانا فهمتها بازال معنى يمكن انا وصلتني خطأ انا بقول لحضرتك يعني بكل امانة. فكان سؤالي اه كان سؤالي هيبقى على ان في مساحة من الكبيرة من من الاراء الدينية بتقول ان ممكن الحاكم انه يفرض الفروض وفي مساحة تانية بتقول مش لازم. هل حضرك شايف ان العصر اللي احنا فيه مناسب للشباب ان انت تقول لهم انا هفرض عليكم الحاجات انا عارف ان حضرك دايما خطابك بيقول اجلا. فكرة فرض الفروض بالاكبار او باي طريقة مش مش قصدي بالقوة ولكن فرض الفروض يعني الناس لازم تتحجب. فرض الشريعة الاسلامية ولها اراء في برنامجه مختلفة ان المسألة ليست بالاولوية وانها متدرجة وان المجتمع اللي بيفرض. اختلف معك لأ. فرض الشريعة الاسلامية تقريبا هتلاقي حتى اللي براليين نهارده بيقولوا موافقين. ان ما فهم الشريعة الاسلامية بان فرض الفروض واجب فرض الفروض. يعني تصلي. انا سمعته قبل كده حضرك كنت بتكلم بتقول الصلاة الجمعة ما ينفعش حد يبقى. اه مش هينفع يبقى حد الصلاة الجمعة والناس بتتوقفة بره كده. مش هينفع ان حد ما يبقاش محجب. فانا بتكلم على المقصد. طيب. هل انت متخيل ان هذا الجيل هتبقى مناسب لي. اه انه 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 يفرض عليه حاجات. طيب. هذا جزء. فيه جزء تاني هستأذن حضرتك فيه ازا سمحت بيه هيحصل. ما سمحت بيه هيحصل. اه. الاستاذ محمد دياب جايب اتنين فيديو. لحضرتك يريد توضيح. اه. وشرح. هل تسمح لنا بعرضهم? لا. طب انا هقول لك عليهم باختصار هم مش فيديوهات حاجات وحشة. هم يعني حاجة. لا لا انا ما عنديش فيديوهات حاجات وحشة. انا بس عايز اجاوبك. اطفال انا ما فيش ولا فيديو حاجة وحشة. طيب ممكن تقول اللي في الفيديوهات. اه. هم كانوا فيديوهنا بس بالنسبة لي. انا ما عنديش ولا فيديو حاجات وحشة. انا اقولهم مش هكيد مش هطلقوا حاجة هتزعل حضرتك على فكرة حضرتك انت دايما ما وقفك هي ما بتتغيرش ودي حاجة معروفة عنك. فانا قصدي الفيديوهين هم انا بالنسبة لي حضرتك اكثر من انك كمان سياسي انت رجل ترباوي بالنسبة لنا. فهم كانوا فيديوهين على الانترنت انا بقول له حضرتك انا بحاول انقل لك القصة وليس التصييضا. الفيديوهين فيديو منهم اللي هو اه بتاع بيبسي. حضرتك بتقول بتفسر الكلمة بطريقة. ولكن ان هي يعني الكلمة معمولة بهذا الشكل. علشان اسرائيل. ولكن لما الواحد بيدور ودلوقتي احنا بقينا ده العصر بتاع الشباب. اول ما بسمع كلمة بخش ادور على الويكيبيديا وهي مصدرها منين? فالكلمة مش سليمة. الراجل اللي عمل بيبسي مسيحي وعملها قبل اسرائيل بخمسين سنة. اه فهل المعلومة دي? هل في موقف زي ده? هل? عمالها سنة كم? الف تسعمائة واتنين. طيب. اه ده ده واحد. التانية اه عارف حضرك اجتماع مرشاح الرئاسة اللي كنت حضركة اجتمع في ده? كل مجوشح رئاسة روحنا اجتمعنا معاه. مرشاح الرئاسة مش هقول اسماء مين? بس فيه منهم كان عندهم لما انت عارف حضرك كنت لسا او مرة تقابله بعض. تخوف غير طبيعي يقابله مع الشخص اللي بيقول الشيخ الشهيد بن لادن. ده كان رجل دبلوماسي. فهل ازاي هتكون رئيس جمهورية دبلوماسي وبتقابل الناس وتقول لهم الشيخ الشهيد بن لادن? ازا كان احمد نيجاد ما بيقولهاش. الله يرحمه يا اخي والله. طيب. اه حضرتك كمان الفيديو اللي موجود وهو اللي موجود الفيديو الشيخ الشهيد بن لادن. عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. هل ينفع ان انا لما اقول كتربويا لما اقول الفيديو بتاعه ما اقولش اخطاءه لو انت شايفوا حضرك ان هو ما تشاهد. هل اخطاءه ما ينفعش تذكر في نفس الموضوع بكلم تربويا انا شاب بحب الشيخ حازم صلاح وهو مسألة الاعلى في الحياة. هل ينفع اشوف الفيديو ده كده من غير اخطاءه? بس. انا بشكركم جدا. شكرا. ما تبقى من وقت هو ست دقايق. لا يمكن. هم لحضرتك. بس ما انت كده سنواتينا. انا عايزك تجاوب. انا سايب الوقت لحضرتك خلاص تفضل. اولا انا في منتهى السعادة بالاسئلة دي. اجي علم الله ان انا مش بقولك تصييضهم. خلاص ست دقايق بتوعي. تفضل. الله بدا عصر ديكتاتوري. صد الله رحمة صد. ما انا قلت بالاول. اه ما انا قلت لك. انا اسمعه يسمي يتكلم زي ما هو عايز. اول ما اجاوب لازم اجاوب بقى. صد لفن. بقى ايه تلاتة اللي قبل كده كانوا اسهل. صد لفن. اه شوف يا اخ محمد. اولا كلمة حضرتك ذكرتها عبارة بس انا احب اعلق عليها لانها تهمني انت قلتني انت لا تقبل الحلول الوسط. بالعكس. عشان تبقى عارف مع ان انت قلتها في مقار المدح. بس لا انا في الحقيقة شخص يجيد فن قبول الحلول الوسط. ويعرف ان المسألة عبارة عن موازين لازم فيها الحكمة اللي تخلي الواحد عنده نسبة تنازل عشان يقدر يعمل حاجة. لان انا هعمل كده مع امريك ومع اسرائيل وداخل المجتمع. وعايز اكفل ان ما يبقاش فيه شيء يجر من الخطر ولا واحد في المليون على البلد. واعمل كده ثوريا عشان تبقى عارف حتى مع الجهات الداخلية واعمله مع الجماعات الاخرى. لازم اوصل الى متوسط حكيم متوسط رجل دولة. هناك فارق بين رجل السياسة ورجل الدولة. رجل الدولة هو الذي يستطيع انه يعمل الميزان. والميزان معناه الحلول اللي تتوزن في الاخر تطلع الوزنة مظبوطة. فانا لا غير صحيح. وان كانت مبادئي واحدة كرجل سياسة انما كرجل دولة ما تبقى لازم لها طريق التنفيذ. ده المرة واحدة. ودايما المبدأ كده. السياسة هي فن التنفيذ. مش المبادئ. فن تنفيذ المبادئ. انا هعمل. فن الممكن. انا عايز ابقى عايز ابقى دكتور. بس انا لسه في ساتة ابتدائي. هشتغل اعدادي وسانوي وزاكر جبر وعربي وانجليزي وفرنسوي وحساب. عشان اوصل في الاخر الى اني اكون ايه? اكون طبيعي. فبالتالي الحلول الوسط دي في رجل الدولة لازم تبقى موجودة وإلا يضيع البنك. حاجة التانية. الحريات العامة والحريات الشخصية. انا مستحيل. وانا طول عمري. هي دي قضيتي اللي انا بثور عليها لو دم يغلي. لا يمكن المسها لمس بسيط. وخصوصا. ان انا عارف ان الناس. نفسها تعيش بقى ناسيم. انها حريتها الحلوة. عشان كده انا مش هقولك. في تطبيق الشريعة الاسلامية اللي حضرتك قلته بس. حتى مد من البنك والمخدرات والحشيش. من حقه علينا اللي بيحط قطعة من الحشيش في السجارة بتاعته. من حقه لما تكون انت قبل كده كنت بترخيله الحبل وتدخل مخدرات. ان لما تيجي بعد شوية انك تكون رحيم بطريقة انتقاله. ما تقدرش بعد ما سبت تلاتين اربعين خمسين سنة مليان كلام ده. تيجي تمسك الحكم النهاردة. تقضي عليه بكرة. تعمل مصيبة. لازم المسائل في كل حاجة. سواء. ولذلك انت ما بتنتخبنيش لأكون حاكما ابدا الظهر. انت بتنتخبني اربع سنين. انت بتقول لي ان عارف ان انت بتقول مدة طويلة. فعلا. انا بقول ان جايز في بعض الاشياء دي. لا تطبق الا بعد عشرين سنة. تلاتين سنة. خمستاشر سنة. عشر سنين. تطبق وقتها ما تطبق. بقدر طاقة الناس وقابلها. مش حاكم. طاغط على المحكوم المجتمع بيتحرك مع بعض. انت بقى بتنتخبني يا طرع عشرين تلاتين سنة. بتنتخبني اربع سنين بس. يعني بعد اربع سنين هرجع لك وممكن تسقطني تاني. وبعد اربع سنين ممكن تنتخب واحد تاني. ويمكن اللي يجي بعد كده يغير. اذا انا مجرد واحد بيقول للناس ايه? بيقول لهم تعالوا نبدأ نتكلم مع بعضها نتوجه كلنا ازاي. انما ما تقوليش هلمس الحريات العامة. انا الشرط عندي. وقلتو بدل المرة مرة وعشرة وخمسين وخمسمية والف. انه حريات الناس لا تشعر بان في حاجة خنقاها. لا يمكن. لازم يفضلوا حسين بتنفق بانه بيتنسى مع بير الحرية. نقطة اللي بعد كده. ان لما حضراك تقولي انه هناك رعب عام. لا مفيش رعب عام. هو فيه رعب اللي من يجهل. ليه بقى? هو عنده انطباعي. ناحية انطباعية. اه ده الناس دول بتوع كذا. انما لم يسمع. انما رعب عام ايه? ما البنت خالتي مش خايفة ليه? ما هي ما هي زي البقين دول. اهم قال شريكي في العمل ما هم سيحي. شريكي. ما يقدرش لا يسيبني ولا يسيبه. مش خايف ليه? اهم قال الخمسة وستين واحد للغاية دلوقتي اعضاء في عظم الحملة مش خايفين ليه? اقولك ليه? لسبب واحد. انهم سمعوني. عرفوني. فعرفوا ان الانطباع اللي موجود ده مش موجود ده هم اه بيفاهم بيفاكريين حاجة تانية. انما غير موجود. الحاجة التانية لا معلش ده قال كلمة خطيرة جدا. بيقول لي ان الناس الحاجة الوحيدة اللي بيفكروا فيها ينتخبوا حد من بتوع مبارك والنظام السابق كزا. يا للهول الكلمة اللي انت قلتها. يا للهول الكلمة اللي انت قلتها. مؤهلات مبارك يا اخي الكريم اللي عايز يعيش زمن مبارك تاني يتفضل يعيش. يقولك ده بيفهم وده رجل الدولة وده مش عارف ايه. ما دي كانت مؤهلات مبارك اللي زلت اللي مخليها البيت فيه بنت عانس واحد عنده وبيطالعوا واحد مزلول قدام مديره لان ما عندوش شغل اخر واحد في كارين الشرطة. لا يمكن. الفكرة في الانتماء الخالص المحسوم للناس. هاتلي واحد طالع من ما عند الناس وقصوتهم ومش مستعد ليفرط فيهم. عشان حتى لما يبقى لطيف ورؤوف بهم ورحيم يبقى لان دي مصلحة الناس مش لانه هو. عايز يعمل امريكا. البيبسي. اما مسائل بيبسي فيا للعار ويا للهول. يا للجهل. بس كنت بتكلم عن منتج بيدعب السوق. احنا بنتكلمش عن بيبسي خالص دلوقتي. نعم. ولا عن كوكاكولا ولا بيبسي. ايه. ولا بيراندا عشان ما حدش كنت. ايه. عملنا اعلان عن كل. خلاص كده. ايه. ايه. كل اللي انت عايزان. الرئيس اللي هيدفع في الاخ. الرئيس ده باين عليها ده انا انا شوف انا كل ما اطلبه من الناس. حاجة واحدة بس. ان يسمعوني. اذا سمعوني زال اللبس. وايه. اعتقد لن يجدوا اصلا بدا من ان يكونوا معي. انا بعتقد كده. حقيقة لو سمعوني بس. مجرد المعرفة. فقط. وتجلت الامور. بيبسي يا استاذ محمد ديابي. التي تتكلم عنها. اولا انا لما ذكرت المعلومة دي. وانا لو سمحت بطلب من سي بي سي وقناة اه اه والاستاذ خيري. انهم ينشروا هذا الفيديو. انا مش انا عايزه ينشر. انا لما ذكرت هذا ذكرت النقطة اللي حضراتك. ذكرت لا النقطة اللي حضراتك ذكرتها اللي هي ان ده يقال بيقولوا عنها كذا. مش اني انا اللي بقول. ده المرة واحد. المرة اتنين. عشان ما تتصورش اني بتراجع عن كده. ولو سمحت ارجع. انا قلت كده. قلت بيقولوا ان البيبسي دي عبارة عن خمس حروف. كذا 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 كذا. الف تسعمائة واثنين يا محمد بيدياب التي ذكرتها. والمسيح اللي قال لي في بيبسي. وانا مرضيتش ارد لانه جهالة الناس بالمعلومات الثقافية دي قضية ثقافية مع الاسف. مادة البيبسين الذي اخترعها هو رجل ماسوني رسميا. هو بيقول ماسون. انت عارف ان الماسونية موليدة عن اليهودية. وانت واخترعها الف تسعمائة واثنين او قبل كده بشوية اظن بسنتين او حاجة. في نفس التوقيت التي عقد فيه مؤتمر بال بسويسرا لتأسيس مدينة دولة اسرائيل سنة الف سبعمائة الف تمنمية سبعة وتسعين. وعملوا هذا المؤتمر لإقامة دولة اسرائيل. مش معنى كده ان البيبسي مرتبطة باسرائيل. مش انا عمري ما اقول كده. انما انا عايز اقولك انه قد تكون تسمية المادة نفسها مش المنتج. بس يرجعوا. ولذلك يخش على على صفحة بيبسي وويكي بيدي تلاقي ان اسرائيل شارت هذا الكلام. هذا ملصق. يعرف الامريكان انه كان موجود في شوارع امريكا. لانه استخدم اولا بكلمة سيرف. مش سيفنج. سيرفنج اسرائيل يعني لانشاء دولة اسرائيل. ثم طور وكانت ملصقات تعلق على هناك. وعيب على المصرية ان يكون هو الوحيد اللي مش عارفه الرجل اللي روح لاي واحد امريكاني سنه سبعين تمانين سنة احنا شافها بعينه. انما احنا شعب منهار مش عايز يعرف هذه المعلومات. وخش على الويكي بيدي وشوف هزا الرجل اللي قال هزا الكلام. وخلص. بن لادن. بن لادن. بن لادن. ما الذي يجعل محمد دياب المصري المسلم الشاب اللي اللي بيزعم يعني التعبير كده. اللي بيزعم انه ثوري وانه واقف على رجله عايزي. يذكر بن لادن وينسى جرائم الحرب الذي ارتكبها جورج بوزش ضد بن لادن. اش معنى وانت شايف فريقين بيتحربوا. لو ده عمل جرائم وده عمل جرائم اش معنى انتو وصلتوا الى هذه الدرجة انك تتكلم بس عن اللي بيزعم عدوك انه مجرم في قومك وتترك من ارتكب الجرائم وهو لو كانت امريكا عضو في الاتفاقيات الدولية لمحاكمة مجرم الحرب كان جورج بوزش يساق الى هذه المحاكم. كان يجب عليك وانت بتكلمني عن بن لادن انك تكلمني عن بن لادن وبوزش. ومع ذلك انت قلت تربويا يا شيخ حازم انا عايز اتعلم منك تقول لي الم يكن الاجدر في السياق وانت بتذكر بن لادن انك تذكر كمان اخطاءه من فضلك يا استاذ محمد ديابي امن المتني في نهاية هذه الحلقة لان هذا الكلام ارجع للنص وانا بطلب من سي بي سي وانا استاذ خيري انشورهم ويزعهم انك تقول برغم اختلافي معه في الرأي انا قلت هذا الكلام قلت برغم انه ما فعله انا مختلف معه في الرأي انما هذا لا ينفي انه اذا قتل العدو واحدا من الموحدين من المسلمين فانه يكون شهيد وما يمنعش من كده ان انا مختلف معاه في الرأي او ان انا شايف اللي بيعمله صحة او غلط قلت هذا الكلام نصا فلو سمحته لما تيجوا تكلموني ارجعوا الى النصوص بدقة سواء في بن لادن او في بوفي او 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 اما ما حدث في ميداني التحرير فانا اقول للك اخوانك اللي بيقول wondersك كده انا لو لا والله العظيم لو لا الحرك من انه دول منافسين ليه في الانتخابات انما نقول له هم انتخبوا هؤلاء الاخرين انت رأيت ما حدث في الغرف المغلق انا اقول للناس انتخبوا اللي انتوا عايزين تنتخبوه انتخبوه انا اكون اخف الناس حملا يوم هصغط انتخبوا اللي انتوا عايزينه انما انا قلت ما ارى انه ليس هناك انقاذ لوطني الا به وستثبت لك الايام ستثبت الايام ان الوطنية المصرية هي اللي تشكي انها تنجرف كليتا مش حتى باللي بيقول كلام وطني لا بصاحب العزم الفكرة مش في الكلام الصح ان صاحب عزم مش مستعد ان يكن سرائي انا اسف حتى وهي منهزمة انت قلت ان الشعب ده منهزم انا بذكركم الشعب مش منهزم الشعب ان شاء الله وقت انا برجلت الخريطة بالكامل انا اعرف ان لك الحق فيه انا المفروض بس اقول كلمتين بس كلمتين اولا تاني يا شيخ حزم انا بحبك ما تزعلش مني من اي حاجة انا مش عايز حد يحبيني يا اخي محمد طيب انا عايز حد يكون منصف هو يطرح عشان كده قلت الفيديوهات تتعرض وانا مختلف مع رؤيتينك اللي اتنين اللي اتعرضهم وشايف ان الفيديوين اللي اتنين لسه غلط وبيبسي ده كلام مش حقيقي خالص اللي حضرك بتقوله هاجة قال احنا بقينا شباب اقدر بص على الانترنت وعرف كل حاجة اعتبر وغلب كل حاجة انت مش موجود انت لقاي ل الف وتسعمائة واتنين وانا الا انت invasion اه اللي اعالك第二 انت لقايلي اولا مختلف الف تسعمائة واتني اه اه ايه علاقة ا LinkedIn على شان مش قبل خمسين سنين ده في التوقيت اتبع الاسرائيليين طيب حمد انا قلت لك ان التوقيت مش قبل احمد الاخير تماه las speaks على فكرة كل واحد طالع منه وشاهف انه هو SASHA واحنا ماقدرش اقول واصبع القرار للشعب المصر انا بشكركم جدا واسف ان صهرتكم واخرتكم بشكر حرطك على ساعة صدرك وعلى وقتك وعلى حضورك وعلى كل شيء تجربة مختلفة سمعنا اصوات مختلفة وضعنا الرئيس المحتمل في موقف مختلف عن وان باي وان هاتفو خود دي كانت بداية حيكون لنا لقاء تاني باذن الله الشيخ حزم واسمعيل بشكل مختلف ان شاء الله في المراحل التصفيات الاخيرة انا امشي سعيدا انا النهاردة اصير سعيدا يعني ياريت الحقيقة اللقاءات تبقى بهذه الصورة وبالعكس انا اعتبر ان السابق اللي حضرتك عملته النهاردة بمثل هذا يسجل لك تسجيل كبير جدا وانا الحقيقة استغرب فعلا لو في حد ما يرداش يجي هنا سواء من الضيوف الكرام اردوش بس بعد ما شافوا حضرتك لازم يجوا تأكدت انهم مش حيجوا اشكركوا يا جميل